انا متشوق هذه القلسة حلث اول مرة غادي ضيف دياري هي كنت هو مقدم فكنت ديما كنقول كيفاش غادي تكون ذاك الحوار ما بين انا اللي مقدم ديالك بودكاست وانت اللي يقدمشي في تلف هذا ولي يقدمشي في الراديو عرقادي يوسو المهم مشي هو فين قدمتي المهم هو الكاليبر والكفاءة ديالك وقيت لي قبيلة في انا قلت لك اكثر حاجة شجعتني انا ندوز عنك البرنامج وهو المحتوى ديالبرنامج وحنا دابا عصر المحتوى عصر صناعات المحتوى وعصر ديال كان واحد الوقت كان الإعلام الكلاسيكي الإعلام الكلاسيكي هو التلفزيون وراديو وصحفاء المكتوبة فبالتالي كان الرأي كان كيقدركم تحكم فيها فالمصدر الوحيد المعلومة اللي كان عند الناس هو هذا التولاتي هذا وبالخصوص انه المدة طويلة هو ديال الدولة واحتجع فاش دخل الخوص مقام مقنن فبالتالي ما كانش ذاك الاشكالية ديال ولا ذاك المشكل ديال وشكين محتوزين ولا مكيش محتوزين لان صان كل شيء موجه دابا من اللي جاء الانترنت وقع واحد الانفتاح انفتاح ووقع واحد سهولة الوصول الى المعلومة علاقة ما يشعج مزيانة يشعج اللي خيبة خنوص الوقت لان ما يمكنش غير انتاش قريتي في الانترنت كيفاش تدير عملية جراحية فقد انتا تدير عملية جراحية لكن راكس كسينين وخديتي الباكة موسيان دوزتي الكونكورش تخطي كلية طيب وبعد 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 ومسيليتي الطيب العام ودسي التخصوص هذا عاد انك قدي نقوله ستدير عملية جراحية فكانت المسألة ديال خطورة الوصول الى المعلومة الان ولينا في اخطر من هذه المرحلة هذي لان مرحلة اللولة كانت هي سهولة الوصول الى المعلومة كانت كانت تشكل خطر على انه ماشي كل شيء مؤهل انه يستقبل ديك المعلومة الان حنات مرحلة اخطر منها اللي هي انك سهولة صنع المعلومة اي واحد عنده تليفون ولا كيهضر وكيقول معلومات وواش هو مؤهل انه يقول ديك المعلومات ولا كل شيء بإمكاني ولي صانع محتوى هو شو مؤهل انه يكون صانع محتوى لذلك فاش قلت لك انا فاش جيت لعندك جيت لعندك لانه تبارك الله عليك مؤهل انك تدير بودكاست وانك تكون صانع محتوى اوه اش عرف لي عشي دابعين يقول لك مقدم راك مقدم ناظرة انا مني كنت كان وجهد الحلقة وصراحة انا بغير ناظر معك صراحة باش نعرفوا شكين تشابوه ما بين البودكاست وما بين هذا كنت شك في بعض البرامج اللي شخصيا عصبوني بدون ذكر الاسماء كانوا شي برامج اللي انت كتك تقول فيهم مثلا شي حويج اللي تقدر على راسك ولكن غير حانت ذاك البرنامج من ديوره باش يضحك باتاتخ او لا ما عندوش واحد الهدف فا كانوا داك كتديرو داي زافي وكانت تنمو قدامك صغر منك كتك نقول هلاش هلاش و هاد القضية كتك نشوفها بزاق الغلط نشي ديالو الغلط ديال القانت الغلط ديالي انا لان انا مشيت اللي عندو خصوصا على ان انا حاريس ما كان دوش فقا على البرامج بغير ما هو حاريس على هذه القضية هذه وهذا كالبرنامج للاسف ما كونش مفرج فيه فبالتالي اتصل بيا واعتقت بانا لانا كنا تلقينا قبال وكنا تحاورنا وهذا لان كنا عندو خلفية صحفية صحفة مكتوبة فكان عندي واحد تصور فبالتالي كنت لقى شيء اخر دون كنقول لك فالغلط ديالي ولكن كنت هديك اول واخر مرة مراها دائما كنختار على انني البرامج لغادي ندوش فيهم ما عندي مشكلة على انني ما ندوش في التبرنامج ما عندي مشكلة على انني ما يشوفونيش الناس مبدا طويلة لا في تلفزيون لا في الراديو لا في الانترنت ولكن ندوش ندوش شيء محسوب علي على شيء يسف لان انا وصلت واحد القناعة هذه مدة طويلة لانا اي حاجات كنت تحاسب عليها انا قد أدام لغا تحاسب عليها اكيد لان اي برنامج جدرته في التلفزيون اي برنامج جدرته في الراديو اي كلمة قلتها ولا اي فيديو اكيد او اي قلتها ولا اي ستوري قلتها ولا اي بوست حطيتها فانا قد تحاسب عليها لانا احنا هذه الرحلة الأرضية هي رحلة عندها بداية وعندها نهاية ومن بعد يأتي الحساب بإضافة الحساب الذي كان هناك أصلا لأنني أقام بشيء اسمه قانو الاستحقاق قانو الاستحقاق بمعنى أي واحد أي مكان وصله أو أي شيء تراتله إلا أن يستحق فدائما أي حاجة تراتلك معجباتك أرجع ضربه في رأسك شوف شنو انتدرتي اللي خلع أنك تستحق تكون عندك هذه القادية سوى مزيانة سوى خيبة لأن الله سبحانه وتعالى عادل الله سبحانه وتعالى الشيء الوحيد اللي يقلب أنه حرمه علامسه هو الظن إذا ما يمكنش أنت ما تستحقش واحد ما كانه وتكون فيها لا يمكنش أن تستحق شيء خيبة وقعت لك وطرع لك لا أنا كنت تستحقها لذلك الرجع للغيزون المونديالي هو على أنه ما أنني أي حاجة محاسبة عليها فأي كلمة خرجت مني وأي حوار درته وأي برنامج قدمته فأنا محاسبة عليها وخصني مجبر على أنني إما نفيد الناس إما التالي ما فدتهمش ما أدرهمش ما تفرجت هذه الحلقة كيف كانت لغيك؟ ما تفرجت فيها صحيح؟ لا بصح ما قلت لهم بلا ما تحطوا على هذا لا 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 أنا قلت لها قلت غلط ديالي مشيش مشيش أه حسنا 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 يحس الصعوبة للمهمة المقدم خصوصا أنه كنت أعلم شيء أكثر حسنا أنا مهم أنا كمقدم بعدها خاصة شهم أو الإحترانات ما يفهمه أنه ما سهلش خاصة الحوار يبقى غادي ديما في واحد الإنرجي ما تطيحش خاصة المعلومات ديما يكونوا عندك في واحد المجالات المختلفة وباش أنه يكون عندك معلومات مجالات مختلفة مشي سهلة فأنا قبل أتقول كنت لك كيفاش قبل أي برنامج شنو كتدير غيتويل اللي يكون عندك قبل برنامج قبل ما تدخل وعليش سنسأل كل القادية حتى نتاوى تنقاعك أنتي كتدير برامج من جميع الأنواع يعني السياسة أطفال فأرها ليس سهلة أنك سأقول لك توقشو اللي كل نهار ضيف مجال كما يكون فنان يكون رياضي يكون كاتب يكون رصام يكون دكتور يكون صيدالية يكون متخصص في مجال معين يعني كل نهار ضيف مجال معين عزيد عليها هذا عاطف الراديو نفس الشيء برنامج سياسي كصد سياسيين يعني من الدرجة الأولى كنا نحضره على وزراء واللي كانوا ذلك ساعة حاليين وعلى أمنا عمين من الأحزاب فبالتالي ما هي تطلب؟ تطلب واحد لتكوين مستمر تكوين مستمر هو أصلا أنت يكون عندك أحد أنك جايبة دائماً تقرأ وكتقرأ في مجالات مختلفة عاد تكوين الأكاديمي ديالك اللي أنت تكوين سواء الدراسة ديالك أو الدراسة العليا ديالك عاد الحافز الأساسي هو الرغبات الداخلية ديالك ديال التمييز باش نكونوا صراحة مع أنفسنا وهنا قد نهضر شيء على الجانب نفسي لأننا في ترسة العليا ديالي درس درس علم نفسه ودرس علم التربية يعني كل ما هو تربية ديال الأبناء وبيداغوجية التربية وريدكتيك هذه المسائلة فأقول لك بأن أي واحد يدخل مجال الأضواء سواء دخله من مجال محترف أو سواء من مجال أخذ الطرق المزيانة أو لطرق الخيبة كيف ما كانت إلا هو شخص يبحث عن التمييز ودهك البحث المستمر عن التمييز والتفوق كي يخليك تقول هذا السيد القدامي عنده عقل عندي عقل عنده جسم عندي جسم عنده عيني عندي عيني لذلك لذلك سيكون أعرف أنا لا أعرف فيهم فبالتالي هذا يخليك على أن هو الوقود الذي يخليك دائما أن تعلم 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 لأنه هناك فرق ما بين الكبر أو الغرور وهذا جزء العناصر وما بين تقاف النفس والبحث عن التمييز والتفوق هذا هذا العناصر وهذا 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 هناك خيط رفع ولكن هناك خيط رفع إذا أنت في ذلك البحث عن التمييز يكون هو الواقع الذي يخليك دائما تعلم ولكن الجانب الآخر الذي هو غرور أو كبر لا أعلم لأنني وصلت القضية لا أعرف ما أعلم ولكن كمقدم بالضبط أنا أعرف كثيرا لا أعلم أنه في المجل الشخصي أنا أشعر بعض المرات وقد أظن أن طريقة الحيوار أحسن وكثيرا أحسن أنه يقول بودكاست وقد أظن أنه يكون مقدم طريقة الحيوار طريقة الحيوار كثيرا لديك بشكل طبيعي ولكن أحدد أنني كنت مقدم راقي أنني مقدم صاحب محتوي جيد راقي لا 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 هو طريقة والآله إلى المصور الشخص هذا يجب أنك لديك الغير الذي أنك مستوى والآله ثانياً على المحتوى التي تقدم صاحب القضية 22 سنة ديال دومين أول برنامج التي قدمتها في 2001 أول برنامج من الأطفال نحن في 2023 وفي 22 سنة ديال دومين ما بين تلفزيون وراديو عمرت حتى أي شيء واحد يلقى برنامج لمحتوى غير هادف أو شيء فارغ ونفسه في الراديو هذا كان مبدأ أو غير مبدأ؟ لا أحسن مبدأ أنا أدبعش أحلك إلى أي درجة وصل عندي المبدأ فقط من الأوقات كنت كان تتكلم في الراديو كنت تتكلم في اليوم واحد الفترة معينة من النهار لا تتكلم عنها لأنها هي فترة تتكلم في الراديو وفيها منافسة كبيرة هذه الفترة فبالتالي لكي تتكلم على تشغل في الخاص الذي نتكلم على الخاص فنحن نتكلم على الإشهار نتكلم على نسبة المتابعة نتفقد إذن كل شيء يقلب على نسبة المتابعة نسبة المتابعة الكبيرة التي كنا وخصنا نعترف بها لا نتكلم على رأسنا يعني أن الناس يتتبعها أكثر شيء تتبعوا للناس يتتُفها لا يتـلني لكي نتكلم على رأسهم الحقيقة هي هذه تضر فيديو هادف وفيديو فتتفها فيديو هادف سيقرون لك مئتين ثلاثمائة ألف واحد الفيديو فتتفها سيصل إلى ملايين مشاهدة هؤلاء مشاهدين فضائيين ويانهم وطنعها وأنتم تشغل فيها فجرنا إذن كان لدي تحت هذا وعندما أريد أن أرادنا مستمر، يجبني أن أذهب ونصدق في كل نوعية الناس التي يدرون البعض أو نوعية الكلام وكنت مصر على أن يومياً أعطي معلومات وأنني أقول لا أريد أن أدخلت لنخرج ولو معلومة واحدة لا يستفيدون الناس في هذه الحصة ومن بعد، منسى العقد لم تشجده لأنه فعلاً لم تكن المتابعة المرجوة ولم تكن المداخل المرجوة وأنا كنت فهم إدارة الإداءة بالعكس من حقهم ولكن أنا في نفس الوقت أنا بقيت بحفظ على ما بدأت ديالي لأن لماذا كنت أنا عندي الغارة؟ وماذا؟ يتابعوني الملايين؟ أو لا؟ ستقدم سيدة ربي أرى شيء ما نقول بأنني كنت فعلاً بغي نخدم الناس هذا هو المهم عندي إذا قدرت أن أجمعهم بجوج هذا هو جنة الأرض وهذا هو الذي أطمح عليه هو على أنك تأخذ شيئاً التي تكون راضي عليها وتنسق عمل مبادئك وفي نفس الوقت لتدخل لك مداخل لتكون مرتاح مدين وعيش بك عندما تصل إلى هذا النبو هذا سأنتدك ساعة عيش جنة الأرض نعم، ولكن صعب أنا كنت فهم ما أفهم لكن هذا هو خدمته يعني هذا البرنامج يجب أن تكون مدينة فيه فلو الصحيح أقول لك بعد مرة أرى أنك يخصر لي مجدير أقول لك ما أمك تنقشه ما أبدا تكون في القادية؟ لا، لا، لا كل أحد حر بالعكس هو أختار ذلك التوجه هو راضي على نفسه أوكي؟ هو حر شو ما أقول لك يا يوسف؟ عبتي باش ميزنا الله على سائر المخلوقات أنه حملنا الأمانة والأساس الأول ديال هذه الأمانة اللي هو الحد الأول وأهم حد هو الحرية ولدرجة الله سبحانه وتعالى أعطانا حرية الاعتقادة وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هناك حرية الاعتقادة لا يوجد كثير من هذه فما بلوك الحرية دي الأشياء الخرامة فكل واحد يختار اللي سيسلكه أنا لا لدي الحق أنني نحكم على شيء شخصي وهنا مزيان أنني جمت هذه القادية لأنا سأبشي معك أبعد منها عمرك ما ستلقاني حد شيء ببسط لكي تكون شئ حد الدار البوز أو شئ حد كي هضروع عليه كل شئ الناس في واحد الفطرة ونجي ونخرج ونقول رائف أبدا لأنني آمن الحكم إلا الله ما عنديش الحق نحكم على شيء واحد سواء دارها مزيانة سواء دارها خائبة ما عنديش الحق حتى تكن مكرتش الناس يصلوا لواحد درجة من الوعي اللي هي على أن شتي هذا اللي كتدخل عنده وكتكتبلو يا كتعايرو يا كتقول فيه يا الفاعل يا التارك يا هذا أرا كنت تحاسب عليها والأخطر من ذلك وكتلقى ناس عندهم مرجعية دين يدخل لها الحساب ديالو تلقى الآيات القرآنية والأحاديث هذا وقالت كيسب يا الفاعل يا التارك هذا أراه دين الله عندما كنت تحضر فيه وانتا ركت وانتا ركت وانتا ركت دفع الدين وانتا كتتعاير فيه أراه أخطر حاجة هم السيئات نعم الناس لا يفرقوا ما فيه سيئة الدنوب الدنوب الدنب ما هو الدنب؟ هو أنني كان ضرراسي هذا هو الدنب والحل دياله هو الاستغفار ما تستغفر الاستغفار حقيقي يعني عملية الاستغفار ما تدخل فيه بالجوارح وكل شيء بإنتصال الله تعالى يغفر لك يغفر لك الدنب السيئة هذا الدنوب السيئة الله تسيئة إلى الآخر سيئة من يتسيئة إلى الآخر لا يمكن أن يخرج لك الله لأنك حقوق عبادة إذا أنت تعتقد هذا يبلك مثلا واحد خارج ملحيد أو واحد مثلا في طيار فكري مخالف طيار ديالك أو يقول أفكار أو يقول مثلا حواجة عنده علاقة بالدين أو حواجة عنده علاقة ولكن مختلفة على المعتقد نحن لا يمكن أن نقول لديه الصح ولكن أنت لا يمكن لحق أنك لا تعاير لديه ليس شيئا ولكن لديه الحق أن أدافع على أفكار من خلف الأفكار وماذا سنفعل هذا؟ هذا الوقت سهل عندك حساب ديالك قل القناعة ديالك عندما دخلت عندي ما الذي قالت أنا لا أعجبك لا تدخل عندي أفكار أفكار ولكن لا تحايرني لا أفكار لا تحاير دخل حساب ديالك وكتب القناعة ديالك وكل واحد يبقى يكتبع القناعة ديالك سيكون في أوروبا وإن تصفت المال لعائلتك بعد أن تخلصهم وإن تصفت المال وإن تصفت المال في البلازم هناك أحد الأساس التي تجعلك أن تصفت المال إذا أنك في الدول الأوروبية وإن تصفتهم لأكثر من 30 مجهة بما فيهم المغرب إذا كنت تصفت المال 100 أورو لعائلتك ستصلهم 100 أورو يعني أنك لا تصفت وإن تصفت المال وفي حالة هاتفت المال لا أفهم شيئا فإن تصفت المال وإن تصفت المال فيها من الدليل أتصف المال لذلك سيكون أدو منك وفاكاش وإن تصفت المال وإن تصل إلى لعائلتك كل مال واحد تنائل قطبية اللي بنته واحد صارع خاطير ليه هو محافظين ضد الحادثيين ليه هو دكورية ضد النسوية أراولينا عايشين واحد صارع خاطير في المجتمع والمواقع التواصيل غاديوكي يتفاق ماذا شي هذا والأسف ما كنش عندنا دراسة سوسولوجيا اللي كنتنبه لهذا ما خاطر هذا كان عفو بأن في المجتمع يقول لك الأساس ديال أي مجتمع هو الأسرة والأسرة هو ذاك الرجل وذاك المرأة اللي كيد جوجوكي يولد ولاد كيدونا أسرة وإحنا من الأول عندنا صارع خاطر دكورية والنسوية مسيطر تاني حاجة هو عندنا كي يقول لك محافظين ما حدثين كيدتسارعوا أراه ما شي هذا عندهم الحق ولا هذا عندهم الحق أراه الأساس هو على أن ما يكون صارع كي يقول لك القاعدة كي تقول الاختلاف لا يفسده في الود قضية لا عدنا نحن الاختلاف يفسده في الود وفي الأعراض وفي كل شي كنظن أنه عنده علاقة بالتربية وكنظن أنه نرجعوني تلباني التقديم كي يخليك يمكن أنك تكون نوتخ يعني بطريقة أخرى شمك أنني بنوتخي وأنه فهمك يعني أنت مثلا كمحافظ فهمك لك أنت محافظ وأنا كحداتي فهمت فهمت لا تنتخص تفهمني كحداتي بسبب كتش على رأسي ولكن كتبليك تفهم ذلك الشخص الذي قدامك وأنا في ذلك وفي كل مرة كنت أقول هذا المبدع لا يجبك أنك تفهمني لأنك كنت أضعي في ذلك الحالة وقد تفهمني أنك تفهمني وهذه القضية مهمة مهمة لأنه لدينا هذا الاختلاف في كل شي وأنه الذي يختلف منه لا يستخدمه وهو لا يستخدمه وذلك الصراعات التي مع العلم خديتها من الجانب الديني كان يقول لك لا يوجدك الحق أراجتك ترتكب السيئات يقول ما بعدته لعانا ولا سبابا الله سبحانه وتعالى يقول عليه وما أرسنك إلا رحمة للعالمين شوف خير الخلق الذي يأتي بهذه الدين وأنك حين تش واحد آخر يعبر على آراء واحد آخر قد سب تعرفه بجانب واحد آخر أنت منك تكون تنويري ولا حداتي ولا عقلاني ولا علماني أو أي طيار كالتابع تحر فيه هذا الطيار ما هو الأساس هو الإنسان هو العقل من يأتي عصر الأنوار في أوروبا مع ديكار مع رسول نجاء طفرة الفكرية الأساس ما هو هو الإنسان وإنسان هو العقل إذا نتعلم لكي تقول الإنسان يعني شنو أنا أضروع مثلا على المساوات الحرية على الأخاء فأنت هذه الحاداتي أو تنويري أو هذا في المرجعية ليس لديك الحق تعير لأخر لأن أنت تقول الحرية وإنها الحرية وأنت تعير في الأخر المراجع ليس لدينا جيدا من يتعلق الأمر بالأيغو لا يتبقى لا يتبقى لا يتبقى لا يتبقى لا يتبقى في المرجعية الدينية لا لا يتبقى في المرجعية العقلية النورية دياله شكرا شكرا لقد كيف كانت تجربة بصراحة أريد أن تشتح لها القضية أنك أول مقدم إعلامي أمام جلالة المالك أول حاجة أول حاجة إلا كانت غير هذه بوحدة في مسيرة ديالي كتكفيني لأن هذه لا يتبقى أول مالك لا يوجد شيء يمكن أن نصل لها كثير من هذه مهنيا حتى نصل إلى المدينة حتى نصل إلى المدينة حتى نصل مهنيا لا يوجد شيء أخر يمكن أن نصل لها كثير من هذه أي إذن كان شريف كبير وكانت مسؤولية كبيرة وكيف نصل الوقت قبل قانون استحقاق إذن تحس براسك على أن وخاك يجب أفكار ها هم وحد أخرين مع الكفاء ومع المرجعية وحمول التقافية وواصلين حواج ودايما كيف يمكن الإعلان هذا ودايما هذا ولكن هارلي صح صحيح ما تقريب عليك 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 أن هناك تقول سوف ترك الطريق الصحيح وشيء آخر هو على أن كانت واحد المسؤولية كبيرة 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 جدا لأنها لماذا؟ لأنها كنت هز مسؤولية مجال علاقته اللي هو مجال الإعلام والمغرب لكي لا نقول لك العبد آه نهار جبنا واحد من الإعلام أو واحد من المغرب لهذا لم يكن في المستوى إذا نجيبه إما دائما يمكن للفرورتوكول أو لا نجيبه شخص تلقينا من الإعلام يجبه شخص أجنبي لا نهار جاب شخص من الإعلام أو مغربي فكان قد المهمة ووصلوني التهنيد ديال سيدنا الله ينصره فذلك كنت أقول لك إذا كانت غير عديد وحدة في المسار المهني ديالي فكتكفيني نوي نوي ويشنو كيف حدث شيء كانت السيدي في 2010 وكانت دورة تانية ديال معارض الفرس جيدة وكان أول دورة سيحضر فيها سيدنا الله ينصره وكانت خص شخص يعني رأى كيد رأى تعاملات ما نقول لك بحوت وكانت أعرفه شكون الشخص المناسب اللي غاديم وتام الاتصال بي وانا ما كنت أعرف شيء حاجة لا يجب أن أقول لك أنا نهار عيطة وليه نهار الأول أنا كنت أحب أن أشهدت فيها رأى من الطبيعة أنا أتجيك وشهدت لأنه بعد كانت وليتي كتسمع حوالي فتي كتسمع الجنرال وانتي كتسمع هذا كبير فمسيح بعد كتسمع حوالي جخوراة كتسمع معاك البروتوكول جلسيد نعمة وعش فمتي يعني رأى واحد المدة طويلة وأنا رأى أحلا عيش فيه ومشهدت شنه هو شن خلعة دي واكل مبسيطة شنه الخلعة الخلعة هي جرع لك شيكيل فمتي هذه الخلعة هذي كنت تسمى خلعة لا 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 تساعدني الخلعة نحن أحوالي جخوراة الشي ديك العبارة ديال كي يقول لك ركابية مهزينيش أناد بالصح والله لا أعرف بأن هذا النار ديك رأى مشي عبارة يسو رأى كي ناد بالصح والله لا ركابيك مهزينيش عجيب بغي موعدت انت وقف ولكي رأى كي يبلك عبتيش نوم وقف على أخواتي طيب أي لحظة رأى صاحبه رأى كل كلمة عند هالدلالة ديالة رأى كواقف قدام رمز اللي العالم كله كي يدير له حساب شكون نتايا رأى مشي شعجة سهلة أكيد إيه غير زي ما غير زي ما غير زي ما بلي فكر شكفي أرى شي حاجة اللي كبير وحتاج زي ما بيش أنو عيطوا لك ويقول لك عايش شنو غادي شنو غادي تدير أرى والعجيب شنو في مجال اللي مع مرعفت إليه شي حاجة عرض الفروسية شي حاجة كم نقول لك على أنك كمني كتكون عندك ذاك الوقود ديال تعلم المستمر ها وجاني داك شي وعطوا نموت داك سيرة بالليل و بنهار وأنا كان كنت عارفت توليت عارف الخير الأصل ديالله منينجي وجميع أنواع الخيول وليت عارف لي كل شي تولي وعطي إني أنا كنعلق على المسابقات ديال قط الحواجير كل شي ودية الخيول البربارياء الخيول البربارياء العربية والمسابقات ديال الجمال كل شي وليت كان علاق حني تنمو اللي الضل أدل الضلوع عارف حنت جميع كنت كلمة ديال غير كون واجد حنت إذا اتجت الفرصة وكنت واجد حسن ما تجي وما تلقك مشي واجد هي غاجي إذا أخسر تلقك واجد واشنها واجد هي ديما واجد فرصة أكبر كذبك كذبو علينا وفرصة تجي مرة وحدها في العمر لا لا لن يوجد فرصة ديما تجي لا أعطتك الفرصة وما عرفت لي لا 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 تجي تحدد من قدرات الله بأن الله أعطتك فرصة وحدها لا 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 دائما عندك فرص دائما أنت لا تصنع قدرك أنت لا تصنع قدرك الواقع أنت الذي تصنعه وما تصنعه الواقع هو ما يقع في أفكارك الذي تفكر به ومؤمن به هو الذي ستصل به أنا نهار جئت من ركش رأني جاي واحد شاد الباكس ساكس ثانوية أبو العباس ستي جاي من بعد كان قرال تخرج كأستاذ سباد تخرج كأستاذ عادي وكيف من واحد أستاذ في المحمدية أستاذ التربية الوطنية أن ستقدم في التلفزيون مع العين كان على واحد الوقت ما هو هذا على واحد الوقت الذي كنت ندوز حتى زنقت البريهي كان مريضا ندخل يجري البوليسي لا يجعل الزنق ندخل الزنق كان الزنق سيكوريتي ولو يعرفوني ولو لم جرينا وقت آخر لم يكن الإنترنت لا راديو خاص لا ويلو لنظر على وقت آخر وش نترى من المراهة كيف ستعرض كل فاشا سيدي أنا أعود لك هي كل حاجة جد بحاجة الأول هي على أن سعب كنت كنت درس الموسيقى لأن هو شوف كيف قلت لك الإيمان ديالك كان حق عن نصر المؤمنين المؤمنين هي أن تآمن بأي حاجة مدام أنت آمن الله سنصرك هذه قاعدة هذا المكان الذي وصلت إلى هذا هو نتيجة الإيمان ديالك براثك كنت إيمان بأن ك ستقول بحل أوبرا أو ستقول أوبرا كنت إيمان بأن عمرك لم تقدر تتمكن و لم تقدر إذا الإيمان ديالك هو الذي يوصلك لذلك شي وهو الله ستبقى يدير الأحداث لكي تذهب في الاتجاه لأن الله رأس خار لنا لا في السماء لا في الأرض كل مصخرة لنا إلا بندم ندم حور كل شي مصخرة لنا ف كانوا ترغبون الأحداث منهم لأن كنت 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 في محمدية خمسة الجنسية و خمسة والديانات في ثلاثة خمسة الجنسية أمين سأسمع هذا يجب أن استمع بغير في الراديو و أغير دوز عادية من بعد واحد نهار و نكتب رسالة و و فيها كل شيء و كان لكسا ندي العقيد كان لدي برسالة و نحن خليتها بسيكوريتي كان لكي نحن غير هذا الأنفلوبة أعطيه ندي العقيد و نهار عند ندي العقيد أعطيها و أعطيها و أعطيها أعطيها و نحن في نحن كنت أعطيها القديم و كما أعطيها موزا كما أعطيها لكي أعطيها حقبة الباروك حقبة روكوكو أو رومانتزم و كنت تشرح على المؤلف و الحقبة وكيف 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 حلم وكيف حلم وكيف حلم ديالك بسيكور كنت وكيف فرّج في رمزي وكيف صحيح نبدأ بحق وكيف وكيف ما أريد تخدم 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 وكيف يجب مختلف وكيف كامال مولين كاتب كامال مولين يتأمر لكي تحقق لكي تدفع. في الثاني الثاني أخذت الثاني أخذت أو الثاني أخذت وقلت كاستينج وقلت كاستينج مع مخرج من بعد. يعني قال لي قبل أن أرى الكاسيتان كما يرى ورى الإمكانيات أريد أن أرى. ما سوف يأتي؟ سوف يأتي رمزي. سوف يأتي رمزي سوف يأتي سوف يأتي معي. سوف يأتي لهم كاملين. سوف يأتي لنا. رمزي قال لي في رأسك. كنت أرى فيك كارتيني فراسي يأتي اليوم في دوزين. قال لي أن أرى تقف في نفسك. سوف تذهب بعيد وأعقل على هذا الغضران الذي سوف يقول لك. وأنا أصلاً هو كي هدار. نصف مستوعب. لماذا سوف أقول لك أنه أرى أريد أن أقول لك. سوف يأتي معي. سوف يأتي معي. سوف يأتي هذا القضاء. سوف يأتي لك. سوف يأتي لك. سوف يأتي جائزة أحسن موديع ومشاركين. كان من المشاركين من المنتج. وفي المنطقة أخرج. سوف يأتي معي. ومشاركين من المنطقة. قلت له عقلت عليك. قال لي عقلت عليك. وقلت عليك وعيت لك وقلت عليك. واو. وقلت عليك. لذلك. وقلت عليك. فعلينا كما ترى. وقلت عليك. وقلت عليك. وقلت عليك. سوف نرى مستمرة. حسن لمدة مستمرة. والذلك سواء. وقلت عليك. وقلت عليك أيضا. وقلت عليك. وانت عليك. وقلت عليك. وقلت عليك. وقلت عليك. فبعد المناسبة. وقلت عليك. وتعالي. وكل شيء نحن قبل ما يكون تارا كاديمي وقبل ما يكون تستوديوزي وقد قدرنا هذه المسألة هذي كنت أقول لك في ألفين وواحد كانت مال انطلاقة سوف يكون هناك مراهة في البرنامج الثاني كانت سهرة الأولى مع دريس المريني مراهة سوف ندير البرنامج نوافيد وهو أول برنامج شبابي في المغرب اللي سوف نديره أول مرة لما يأتيك إغبان هو بها باس بريد درقاء هاو سال بيك أول مرة سوف ندير التليفزيون ركز على القناة الأولى وقصدها إلى ألفين ووجوجه ألفين وثلاثة وولا البولفاق أول مرة هذي نوع الموسيقى سوف يدير التليفزيون في القناة الأولى كانت البرنامج النوافيد من مرة سوف يكون البرنامج ثقيفي كان برنامج مسابقات ما بين الليسي ديال السباقة رقمي كانوا الليسي الذين يختارون الميور ديالهم ويقوموا مسابقات ثقافية كل مرة ما بين المدن واللي كيفوزو كانوا اللي كيفوزو جوائز هذا وكانوا فقارات كيكونوا فنية أيضا على كل الليسي مبينتهم كان كله إفادة من مرة خديج البرنامج الأشهر اللي غدي عفني عن مغاربة كاملة أول مرة فنانين اللي كانوا مغاربة كلهم كي عارفوهم غي سمعوهم كي هدروا كي هدروا على حياتهم نجاة عتابو كي هدروا كي عارفوه ما موس ما عودت على حياتها ولا لا لانا أول مرة أنا تدري القضاءة ، ما التي كنا نفعله به'? الأقل عمل وأنك ت Colorado عارفوه مرتemu جزء رئيسي الت sabotارين ويدسايا منه الامر ويوجدها مع المصاديات والحيات其ه الثقافية كان الأول مرة بالتسبب فأنا في كتيرهى أيضًا ويصلون رايزة الصور writer Get off theани as well everyday كي ياصرف من جيد من وجوده يمكنني من الأفضل المستوى في الاحوار والبطمة ويساثانات كبيرة جزءٍ الحفوار كي هم PSA فمار disp vendو إن أفضل مرحيو بلا أنك كتخاطب العائلة المغربية كلها إذن فيه روقي وكتعافش كل الجمهور اللي كتتعامل معه وفيه أننا أول مرة جمهور غدي تعرف على هدوك الفنانة دياله وصافي ولا تقليد من مورها ولا وكل شي البرامج كيعطلهم تسطفهم كي أدروه من بعد عود جل إذا عام من بعد در تحديث الصينيات مهم لأني أني كان قول الألوان أو الأنماط أو الأنواع البرامج أتمنى أنك مختلفة لها درا مختلفة لكي أتكلم وكان أظن أن البرنامج النغماتي كانت تساعدة لنجاح كبير هذا هو المسكة بمي باللبوز نعم، أنا أتعرف على هذا الأختيس كثيراً وبنسبة للتمثيل، كيف تتسايله؟ نعم، تمثيله سيدي الفضل كيرجع لذلك، أنا أحد القادية لأحتي دائما كنت أسمع لماذا؟ لأنه لا يشكر الناس، لا يشكر الله يعني، يجب أن يكون لدينا هذا المبدأ من الاعتراف أنا لا أهمني أن أحد أخرين يعترفوا لي لأنني لم أكن لديهم الاعتراف قلت لك، أنا دافع دائما يجعلني هذا ولكن أنا، من واجبي على أن أي أحد يعملني في المساري لي فأخصني، أتعرف له بفضل فضل المخريجة، فضل مابوب كذي كانت شافتني، ومن بعد شافتني في واحد الكليب كنت دائره وبغلت تواصل معي كان حظت أني رأيت أحد من المسارين ويجب أن أتجعل جيدا ويجب أن أجد أحد أيضا التي كانت أولا، كانت أشطاء معي في الصهران التي كانت أقدمه، وقد قد أليها يعني، أرى ما تجدت اي شيء المودة وهذه الكلت تحصلت به فاتما بوي كذي لأنها كانت أطيقية وتُصد الأسماعة موجودة، لذلك ستحفظ الألقاب لكي أستمرتها أتجد أن تطوين قد ألت تحصل إلى نها وقد قد أرى أن أظن أشاعج موهوب إنك يكون مخرج أهم الواحيد هو الإبداع مكينش لا سنسمي اللي غادي يجيب لي الإشهار لا شركة إنتاج كونت فراد لا شكل صادق ديالي لا لا أهم الواحيد هو إبداع وبينشور عتعلاج بتهدل المعودة اللي أنا بزيب يعني من هذا قلت لي يا شو فشفتك كاتمت كنت تجسد بلا كلام وكتعب برغم من خلال الملامح ديالك من خلال خلال البادي لانجويج ديالك فعرفت يعني يقدر نخرج منك شي حاجة وأنا كنت كدير المسرح قبل يعني أن أنا دارس مع الموسيقية تتخرج وبدأت تربية الموسيقية نفسي بنسباء المسرح يعني كلا ندار شباب المسرح دار ولكن سلسا غيرت لا في المسرح صاف فجأت أعطيتني تكس وكان بالعربية الفصحة قلت لي قرأ لي سمعت كنقرة قلت لي بخارج حروب كل شي سعلي قلت لي جسد لي هذا وديك ساعة كان كانت فانتازية ديال دراما السورية يعني كنت يدربات نطوب دكس على الكواسير وبواسير تقلع لهم يكس الأزراق فأصلا أنا كنت من العشاق هذه الفانتازية السورية فأقلت لي رعني كن بهذا الشكل هذا وغيكون منتوج مغربي فأعطتني دور رئيسي ديال زعيم قبيلة وشوف سعيم قبيلة الشر ودور مركب واحد اللي باه معي شوف روح بحياته كاملة وهو عايش واحد أزمة نفسية وعنده واحد السراعة نفسي ديال ما بغيش يكون في ذاك المركز ولكن كيخسو يبين كل شي الشر وقوة الشخصية وبأنه قتال دباح ما عنده جرام ديال إحساس ومليك يضعف بينه وبين حاله كيكره نفسه فواحد شخصية مركبة نقولك إلى غاية الآن بعمر تعطاني دور بحال ذاك اللي تعطاني وخيل معي بأن هذا المسلسل الكامين كانت هي أول عمل واحد مجموعة من ممتلين من الآن ممتلين في الصف الأول في المغرب وكل فضلك يرجع فضل مبون كده نشوف نكي كل واحد فضلك كده يلي عملت بعد الدويبة ويلي عملت أعمال مدن نكي كل واحد مبديع ما تخافش حاليا فعلان 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 وونا حتيش أنه كل شي كل شي مترابط مع كل شي يقولك ديما حتى كدوز الوقت عاد كتفهم علش تسليم ديك اللعيبة وعليش تسليم ديك اللعيبة وكان وكان ضن صعوبات له ديك اللعيبة وكانت تحكيها بهذه الطريقة لهذه كتحكي على سنين كيف أن نمت بحلها كي شي قصير عندك ظهار كتي بحلها كتي في حالك طال 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 جي تي هذا جل كاتب العبد وزي بقادها جي تدو سي كاسي وعلي ظهار كبير رفعلا رفعلا عندما تعود لقيتة الحلقة يا أطمام سراع كبير 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 بزاف بزاف على جميل أصعيدها خصوصاً كان تتكلم على وقت واحد آخر ده بركة تكلم على وقت بكل شي قدم فيه وكل شي يهضر فيه وكل شي في التليفون والتي عادية وكل شي اللي عادية جداً كنت يتكلم على وقت ولكن الأولى والقناة الثانية وش كون فيها سوف تشوف مهار بديت فكتها ضر على أعتقد الشيقال على نسي مالحور فاتورية الصواف على مصطفى العلاوي على ساعد زدوك الأسماء عديدة أنا سحجام أسماء عديدة وشوف شكل كانوا وانت جاي باقي صغير وقد تدخل مع هذين ستكون لو كنتشوفهم في التلفزيون أرى شيء صعيب 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 بزاف دهك الوقت باش أنك تقولي كتدخل التلفزيون أصعب بكثير وأنا كتدير اسم على دعبة لذلك فأنا كان عاتب بزاف على بعض المرات على أن كتتعطوا فرصة الأشخاص غير مؤهلين هذه غيرها غيرها بالعكس هي غيرها على المجال وغيرها على البلد لأننا لم تكن قلت لك أن تدخل كتدخل كتدخل الويلات وكتدخل كتدخل 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 أول كيف تقدر تفرض رأسك مع الناس كتدخل 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 وكتدخل تبلد كتدخل فأكتمنت كتدخل وعند دائما أشياء آخر كتدخل 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 بقي كتدخل كتدخل نبي كتدخل أول مرة كنت قدّمي تسعة ما سنة قدّمي مهلك وكان الجمهور وكل شيء لأنه كنا ديرين خدّم الجمهور أنا الله يبادي ما حال ما ركّفت قدّمت عليه ما حال صعبة عادتها ركّت تجد تكلبك معه وواه واحد لحلقة صحفي أنا ما وقّيش قعب وقّيت هذه نقّيت ما لعله هكذا كامل لا طرّم وكيلة كان قريبة يا خير ما لعله هكذا كامل هوي مش عندي واحدة مو خرج علي بوط الله يذكر باخر ويقول يوحد كلمة كلي يا دبا فشكت تغوت عليك سانا شكو لك يشوف احنا لاخد تامين والجماركين هنا إليه ما الفش غتبان ملايين ناس غيشوفوك شاكر ملايين ناس غيشوفوك اش اش حسن لك قناعني هادك اللي نانيت سالينا وكانت سانا حنم ماشينا نويها قلت لي اجيب غيتك ماشينا القهوة خذينا نكافية نويها كان هادروه وكانت شرح لي قلت لي اخسك رفع القادية انا حينتاش عن حب وليان مقتانع بك اش كن دير معك هادش وفي مصلحتك انا قلت لي احرق دمي عشان تعصر بالعكس انا دير اسميتي وانا يعني مزيالي انك تبنت عيان وانا تبنت وعرا مال عكس لمصلحتك وشون قد يتراه في ذاك الوقت نيت معك تحفل جاء الدراج وحزيتها ومزييتها تحت اللي شعب غيشوفوكا واحزيتها وانا تفكرني فهو دا بتفاق الله بنترى كبار عشان ألفين واحد لأنني كانت حاملة بعدها عندها 22 سنة واحد وعشرين سنة وذلك كلما كانت نتلقى وكانت جبداليا فكان قلنا نحمد الله أن تلقيت أشخاص في المصار ديالي اللي أمنوا بيها أنا مباشرة من هذه موراها بوكا مكوار أمن بيها في نوافيد موراها دريس المريني أمن بيها موراها مستاري أمن بيها موراها عبد الرحمال العداوي أول مرة قد ندير الراديو عبد الرحمال العداوي أمن بيها أمن بيها لأنني دي الراديو أعطاني برنامج يومي توق شو تقدم بينتنا يوميا لمدة ثلاث سنوات وعاوة تانين بعد قولي كان عمل معها البرنامج الصباحي كان شكر كامل الحلو اللي أعطاني فرصة على أن يقدم برنامج سياسي واحد أخر يقول هذا كيف همي في الفن وقاعدة الرياضة ولكن سياسة هو قال لي حاجة واحدة قال لي صور لي حلقة نموداجية صور لي حلقة نموداجية رأيتها صافي لأنك تفهموا على هذا إنتا وطيرت البت هذا صافي ماذا؟ في البلغ ماذا؟ في البلغ يشوف الناس عندهم خبرة طويلة وكائنين ديال بالصح أرى في البلغ كيف يعرفوا بوش كين أو ما كين لذلك هذا صحيح أنك تقاتل وكنت راسي وكنت راسي براسي وباقي كنت راسي ولكن هذا الشهادة هو الذي أعطني على أن الله أعطني أشخاص أمنوا بي أشخاص الأمنوبية هم الذين يعونوني وفي البلغ كان يقول لها لا أعطني لم أتكلم عنها أماكن لأنا أتكلم معك يوسف وكانت تكلم معنا دائماً غيل الحوية الزوينا يمكنني أن تكلم على السوق هو الحوية الخيبة أنا كتكون وصلت ويقعد بدأ من الزوية كيف حال مرة بديت من الزوية وعلى ثاني كيف تبدأ من الزو وديك أنا شح عليك وقيت لك دفع مماوتين وضع من المصابقات ومسابقات نغمواتين وصلت طب مرة نغمواتين عامين ما خدمت وعفا لاش وعرف ذلك عامين كل ما يمكنني الوصول هو أنني كنت قدرت شريط طنبلة جديدة شريط طنبلة جديدة قدرت بها كسيدة كان واحدين جايز كريين يدخلوا فيها تخشخوا لي الطنبلة ما حاله أنا في الفراش ومع ذلك كانت مشاة بلاي بي كابل وكذلك شهر وكذلك شهر وكذلك يمشي طنبلة لا أبقى عندي لها فلوس لأولوه كنت أصلا ديك ساعة دير ميزة الإسباني بالتعليم ديال الأربع سنوات ما عندي التدخل عامين وأنا ما عندي التدخل ما عندي؟ لماذا يعرفك؟ وأنت لديك ميزة لا أحيانا خيبة كيف تكون معروف؟ وأنت لديك ميزة أرى ميزة؟ أتبع أن يوسف، ميزة ميزة لا أحيانا وأنا أتبعون مزارة سأجيب لي الله الله عز رحمة العدوية سأرى أن يتبه في الراديو ما يرى الراديو سألتقى كنت أمشي لدينا تجربة في دبي جيدا جيدا تطور القناة سوف نقول لك عن الناس الذين تفهموا عنهم الخبرة لقد ذهبت لدبي عطلة مهم لقد ذهبت أشخاص في المجال مغربية وقد ذهبت لقد ذهبت لبناني لقد ذهبت لقد ذهبت لديه فيديو لقد ذهبت وقد ذهبت ثلاثة دقائق قال لي لقد ذهبت نشان هذا السمنا لقد ذهبت لقد ذهبت لديه برنامج في قناة حواس يوميا وقبت كمهما يقرروا لقد ذهبت ولقد ذهبت لذلك مغربت ما فعلت جدا كل شيء هذا وقد ذهبت لذلك أعود من تغرير فايت لا يبقى شيئا سوف نعود ثلاث سنين وأنا لا أعمل وذلك ساعة لأنا قمت بالأمارة استقلت من التعليم وعلى ذلك التعليم كان يقول لي ما أنت أحمق تخلي 17 عام للتعليم والتيازات التي تكون لديك والتقاعد التي تجمع لأنا رأى سنين وأنت تجمع كل شيء تبشي لك ولكن لا لا يبقى لدي الوقت لتخلص التعليم إذا لا يبقى لا يبقى حرم لذا قدمت استقلتي بكل بساطة رجعت الإمارات ثلاث سنين لا أعمل ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنعود برنامج السياسي ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين الشيكيه يطحن كيفاش هتعود تنموك يجبنا ان هذا الشيك اتقوله فلاش دي الخمسة وربيين عام يعني ما زال مسألة الفيلم لا لا غيسالي الفيلم لقد يقرأ وياسين ثم غيسالي الفيلم نعم 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 لقد أن أعلم م Lean نعم 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 حين نعم قم بها ني أما شدتside تقاعد خدعة تقاعدainewealth خدعة حتى ت miten نفسك عندما تمر حتى تحلام لم يكن أحلم إذا كنت تحقيق الأحلم الله أنا أقول لك في السنة 45 سنة بحالي بحالك بحالي 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 هذا كل شيء بخي ديالك يوسف بغيت وصار بغيت دياش حلم حاجة وفيك واحد لين يخجي وكاتريني وبغيت خدمة هنا وهنا ودير هذه ودير بحالي بحالي لا يوجد شكرا تقبل أن قلت لي 45 سنة 45 حديث مين من ضمن الناس في الكورال كان جنسيات مختلفة كان ممثل في هاليوود في يمات بيض وكحل يمات جيمس دين يمات بيض وكحل أشعر في مبقى أستقر في المغرب كانت بحالي من يجمسيات مختلفة كانت بحالي كورال كانت بحالي يجب أن تتضغط معه وكان يشد في رأسه تقلت له كيف يرى أن تصل إلى أن نكون بحالك. في الساعة كان عقل ما كان عندي. أقول لك أنه كان لدي 27 أو حالك. هو يقول لي 60 عام سأصبحي 30 عام. قال لي 60 عام كنت توجد في 30. قال لي أن نرى الكثير من الناس التي وصلوا إلى 50 عام. أعاد ينطبغون يديرون الرياضة. أعاد ينطبغون يديرون الضايت. أعاد يبدو. أقول لك أنه يأتي السكار. أعاد يبدو. الماكلة والرياضة. لايفستايل. لايفستايل. وراء كان عقل قولها. راهي لا بخيتي كتسنة حتى تمرض. تيجي كل السراء ولا تيجي كل السكار. عاد للضغط. عاد أنك تنطبغون. مهم هي مزيان. ولكن ليس شيء كنت أدرو على. أنا كان أدرو على أن. الأساس هو أنك تكون في صحة جيدة. هذا هو النورمال. نورمال أنك تكون في صحة جيدة. هذا يبدو المفاهم. ليس أعبد الله كلقاء الدراري. في الثلاثينات وأدو كنت ألقاه مشا. مشا كنت ألقاه في الثلاثينات مشا. هذا ليس نورمال. لذلك. بالنسبة لي. ألقاه في الثلاثينات. هذا يبدو الحياة. ما هي السنة الثلاثينات؟ كيف حدث حكمة؟ أين؟ لا في التدرس والسلام. لا في القرآن. كيف حدث مميز هذا السن؟ فبالتالي رهما أنت ما تبدو. إذا قبل ما هي الرابعين. تكون. كيف تكون كله؟ كيف تكون؟ كيف تكون؟ 40 عام مرة كتبدا؟ نحن لدينا 40 عام كيسالي. وكيف تكون. من مرة 40 عام. هي فضل لشهدك توجد. وهو. توجد. وتوجد مستعمر. يكون بواحد ثلاثي. ثلاثي بحل طابلة. من اللي. واحد. الرجل ما كانت بقاش. يختل التوازن. وهو الجسد والنفس والعقل. لأن الناس لا تتفرج بينهم. نحن نرى الجسد والنفس مشحونين بروح. لأن يوسف هذا اللي قدامي. ما هو هذا؟ هذا رغي واحد الشكل. كنت بابا. لم تكن في هذا الشكل. كنت في هذا الشكل. كنت في هذا الشكل. والذي كانت أنت يوسف. مبعد. كبرتي شوية. سوف تزيدتها. ولكن شكل مختلف على هذا. ستكبرت لي شكل مختلف على هذا. يعني هذا الجسد. هو غير. مثل الفلك. لهذه الرحلة الأرضية. وكيف بدأ يتغير. ولكن. في الأصل. هو هذا النفس. هو الذي يكون قبله. والذي يبقى من بعده. وطبعاً. مع هذا الجسد. وطبعاً. وطبعاً. هذا يعرف من الإنسان. كيف يكون هذا الإنسان. في هذا الشكل. يكون ضابط أموره. يكون صحة جيدة. متكاملة. هي خاصة. نفسك. كيف تعملها؟ من الجانب الروحي. و. الجسم لك. كيف تعمله؟ هو. بالرياضة. والأكل الصحي. والعقل لك. كيف تعمله؟ هو الباب. هو الباب. الباب ديالك. يعني. الزبدة ديال الموضوع ككل ديال إنسان. وهو العقل. كتخدمه. بالعلم. أقرأ. هي الأساس. دائماً تكون رأسك بالقراءة. وما تحبس. ودائماً عندك ذلك الروح تتعلم. كيف يمكنك القراءة؟ دبارة أنك في فيديوهاتك ستقدر أنك تتعلم. ليس بالضرورة القراءة. لذلك. إقرأ ستقدر تتحول. لأن المغزم منها المقصد. ما هي ضرور الكتوبة؟ لا. المقصد. الثاني حاجة. الجسد ديالك. الأكل الصحي. والرياضة. سأرى لما أدرتهم. من المشاهدة بأنك تتعلم في حقك. سأرى لك قبيلة الدم حقك. أنها الأكل غير صحي. أو أنك تدخل أي شيء ما مزيانة. أو أنك تحرط عليه بسفة عامة. فأنت تعني كدنب في حق جسد ديالك. هذا تسمى الطغيان. أنك تطغى. تطغى في الآكل. أنك تعمل حويج خراء. لأنك تطغى في حق الجسد ديالك. و الجانب الروحي. طبعاً الحال أنا قلت لك عن بداء الحرية. فكل واحد حر في الجانب الروحي ديالك. ولكن يجب أن يكون يتغذى. يصد تغذية ديالك. هذا هو التولاتي. عندما تكون مغذي الجانب الروحي ديالك. ديالك. وعقل ديالك. وعندما تكون الجسم ديالك. فعد هذه الرحلة. لا تمرض. لا تكون شيئاً. فعلاً. فعلاً. و ما شاء الله ما بيناش فيك 35 عام. ما بيناش فيك 45 عام. حسابة 45 عام اللي ولات عن النظم. والذي زوينة قلت لي. أنها ماشي طبيعية. ماشي إنت لي ماشي طبيعية. الأخري اللي ماشي طبيعية. فعلاً. واحدة القادية قلت لها في ذلك البرنامج. قلت لي. أنا حياتي هذه. الرياضة. الموسيقى والقرائية. أعم. ما هي القرائية؟ ما هي نوع القرائية؟ كل شيء. كتابة. أعم. أعم. هذه واحدة. بقيت نقص 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 نقص. أعلم ديالي كله من خلال الفيزيون. أوكي. ولكن المدة طويلة سنين وأعوام. سنين. ما هي سنين؟ سنين من البتداء. نشاء الله. أشكر الوالد ديالي. لأن كان لدي واحد الوالد اللي من نهار. بديت كنعفل كتابة القرائية. وهو كل شهر. يجيب القيصة. ستقدر لها الملخص ويجي يشوفوه. واو. ويديالي من الجانب اللي. كانت مشي السينيما. كانت مشيور أخواتي السينيما. فاش كان رجعوه. كل واحد كي يزور قوتيلي. وكتب ملخص الفيلم. ملخص الفيلم. كنا كان نسافرون. هو يجب طو موبيل. ري على الصيفية ديالي. ساعة كانت تلتشور ديال الصيف. عندك دمان نورمال مون. كان كل شهر في العام قيصة. ولكن في الصيف. الصيف كله قيصة وحدة. لذلك السافر. عندك قيصة. لأنه في الدخل. ستقدر لها الملخص دياله. لأنه سنغم الميكات كبير. صافي. وليفتي. لقد قرأ. جرائد والكتوبة. كانوا عندي سنين وأعوام. عندما تدخل الانترنت. بدأت شوية. شوية هلتها. وقد تلع هذا شوية. حتى دابا. دابا دابا. الأغلب. باقي شوية كان قرأ. ولكن. باش ما كدبت علي. كان قرأ مثلا. دابا كتب في العام. أوكي. وكما قلتك أتقال فيديو. لا. عدوك يوميا. هذه واحد. الضبط بقي عقل عليها. إنتان. 2010. هذه 13 العام. وعد نفسي. ما يدوش عليها النهار من نعس. بلا أن تعلم شيء جديد. ووو. حاجة جديدة كيف كانت. الله يجعل تكون معلومة واحدة. معلومة واحدة. واخدكوش حاجة بسيطة. غير ما يتعلن. تجي تقولي يا شوف. أراه. باش بريتي الفيديو ديال كنتاشر. مزيان. أراك تقدير واحد. نوعد الهاشتاقات. أنا جي غيتي دابا. أنا قبل لا هضرنا فيها. إذا تعلمت هذه. مزيان. نتعلم معلومة جديدة. المهم يدوش عليها النهار. ما تعلم معلومة جديدة. ما تعلمش كلمة جديدة. بلغة واحدة أخرى. المهم نتعلمش عاجة جديدة. هذه قاعدة خطا. من 2010. إلى 2013 العام. حاجة واحدة أخرى. مزيان. مواقع التواصل. حانت أنا. ما كندخله. ما كندخله. ما كنتفرج. 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 كنتفرج فيديوهات هادفة. ما كنتعطيني خاطرين. خباراتهم وهذاهم دابزين. تتلعون لي كنفوتهم. على الرغم. كنتبرت لي شيئا حاجة. ديال. 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 علمية. شيئا حاجة. و أكثر. كنتبعوه هو يوتيوب. قمنا بتختار النوع ديالفيديوهات. ما أريد أن نفرج فيها. نظن ذاك شيئا لش. تحت في الحلم المغربي. اكزاك. أعقاب. قبل قابلة. أنا البودكاست. وكانت تتشكع علشان بودكاست. حتى يطلع ليها لأنك تعرف مع الدكاء الصناعي كي عرف شنو انت اللي باغي ضمقه يطلع ليها ديال مقاطع ديال السيرب الحزيمي جيت أنا واناقول شوف الحلقة كاملة شوفت بودكاست ديال في نجل في دبارة وصل واحد تلاتة واربعين مليون واربعين مليون واصلي عجبني فخير ما عجبني البودكاست أول مرة نكتش بودكاست مثل ما ديت كنقلب كيني وحدي أخرين في العالم عاروك يدور بودكاست كنقر بودكاست أمريكانيين في فرنسا جيت كنت نشوف في المغرب لذا أول مدلت بودكاست تطع لي الحل المغربي صافي شوفت الحلقة اللي وليش في الحلقة الثانية عجبني وشوف كانوا لجد شفتوا عجبني شو واحد نهار كي عيد يا أيوب مرشيش كي قولي أجي تحضر الواحد اللقاء أنا معروف يعني أغلب يوم ما كان حضر ولكن أيوب لأن من الشباب اللي كانوا تارني بزاف لأنه عرفت أيوب بقيم ما معروف وشوفت عنده واحد الحماس واحد رغبه هذا وخدمنا نهار شيخ نادر لأنه لدي الشيخ لأنه فعلاً آمنت به وتقتفيه ديس عامية الثلاثين شكو شفت بارك الله وهو أنت هو بقى عقل على هذيك لذلك عايت لي هو أول وعد فكر فيه أنا وأنا وقتين ما نقدرش نقول له لا جيت فش نطلقك يالله بدينك أنا أدرونه ويجيت قولي يا أهلا تطلقيق نديرونه شيخ القاوى هذا وكتكرة أنا أصلاً كيعجبني للفودكاست يال ممكن شوف أي حاجة كتفكر فيها الواقع وما يقع في أفكار تتآمن بها كثير وشوف السبب لماذا تلاقينا شوف شوف شنو شنو هو متاتخ شون مقدر يجي من الكثام شوف 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 بتتخ التي تعودها والعادة لها اسئلة مرة عشر سنين سوف تقول ورا هكنا نجد مع يوسف مغربي وبسبب هذا الفان عاش ما نشطراش ولكشتنار و شوف صرفت لم يكن حدث صدفة يوسف يلقى كان أهم شيخ خليقة حسبا قدر أرمكيش شي صدفة مكتناش لا يجب أن تكون جيداً أو الخيب لأننا سنؤمن بعض القضية الكون محايد وأي شيء محايد إذاً يقول لك بلادك جيدة بلاد محايدة نعم يأتيك ويقول لك محايد محايد إذاً لا نقوم بعمل يأتيك ويقول لك الظروف صاحب الظروف محايدة المدينة والمدينة والمحايد كل شيء محايد كيف ستتعامل معه نعم إذاً هذا فكرة الكايوس هذا اللقاء أكيد لديه سبب ربما نعرفه ربما نعرفه ما أكيد كين سبب نعم لك نعم لك نعم لك لك نهائياً أنك ستعرف الحلم غريبة وإذا لاحق كنت 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 لك سلام عليكم أنا كنت 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 نعم لك شكراً وصالح شخص كنت بعد المرات نظن القضية لكي تكون أي شيء وأنا وأخيراً كنت لك كيف أم بداية الحلم المغربي في فيما لازمت على السيزن الولاد في السيزن التانية في المتحدث من الفرنامج التي تشارع بكثيرا في السيزن التانية فيما تمكننا بيشارك الأطفال وعرفنا المتحدث الذي يقضي أو العديد مني أو هل تلحن المغربي خمسة معك بسبب يوجد هكذا أحساس الفخر وحسب مع واحد الوقت ولفت ذاك الاحساس ماشي بلاكس وليت كنقول اخويا صفا واحد نهار فين اوثاني غادي يشيني ذاك البيك كنا نيت في كازا فلقه وانيت لكنا قلسين فيها ووجي واحد دراج الكبير ستين عام قل يرحم غيب يكن شفرش فيك ما هي واحد القتاش واحد نرى وتينيش في كازا فاحد الغيستو اللي يعني لوكسيو والناس اللي فيها وش واحد السيدة في في الخمسينيات كتل يا اسكوزي ما كتردك شي هذا يا زوين شمارك الله وقفني كأن القصص بدأ شاشة وشاني من جديد انه او هدا تمرك الله قداش وليس كنت تحسدك سعب المسؤولية وذيك اللامد يرى الناس اللي قديره يتفرجون يرى الناس اللي كبار يعني باش انه شي واحد اللي عنده ولاده يقول لك تنسر وانا كنظن ان هذا شي تنتا تنتا الشي جميل قلتي الوعد كيحس قل فاخر ودوان نورمال لكن لكن احنا دبا كان هدرو على الناس اللي تحت الاضواء هذا ضوء انت سبحانه يعني عليك الفلاو سبوت خصكت تعامل معه تعامل الفراشة مع الضوء هو على انه او لا اللي غنقول لك ديال الفلاو سبوت ضبط لكي تبعك شي الضوء اذا قربتي منه بزاف كتحت طارق باعدتي منه كتضلم خصك تلقى دك الوسط اللي هو انك تبقى تحت الضوء ولكن في نفس الوقت مش يتصلت عليك الضوء مئة بالمئة و 24 ساعة على 24 ساعة وأهم نقطة تعلق ما يكونش تحبه إذا تعلقتي به ستدمر علاش حينتاش ضروري ضروري قدي تجي فتارات اللي ما غي يعرفوكش اللي تقدر ما تقشت تعرف قاعد تقدر على حساب تغدوزها هذا الوقت هنا لكان الواحد متعلق بهذا الضوء هذا كي يتدمر نفسيا وشفنا بزاف اللي يتدمر نفسيا بصح مثلا ذو اللي كي يديرو برامج تلفزيون الواقع اللي كانوا بغمورين فيهم وليلة مشلط عليهم الأضواء مشاهير لكن شنو سيزن لأننا خصنا نوجدو سيزن الجاي بش نوجدو مشاعر وحدين وخرين هذو كمالهم كيتفاو عتي كيتراليهم ولا عتي كيتراليهم ومزاف فيهم كتشوفهم كتامعيني وكيبقوا فيها لا تصور شنو كيتراليهم لذلك كي يخصد دائما بقى الواحد داك التوازن ونظريتي على أن باش يمكن اضبط واحد داك التوازن هو بأنه ما يتعلقش بحل تعلقك بشخص أنك تبغي شخص يكون ما بغي يكون في الحياة تبغي شخص شيء جميل لأنك باش كتحس داك الإحساس قلتك كي ما بغي يكون هذا الشخص ولكن إذا وصلت إلى درجة التعلق إذا وصلت إلى درجة التعلق إذا لم يكن الشخص فأنت حزين نحن لا نحن نزيدنا بوحدنا ونمت بوحدنا ونتحاسب بوحدنا إذا نحصل ضرب التعلق في الجذر داك نحن نتحدث عن تجربة أعيشت شهرة مطلقة أعيشت بوحدنا ونعرف ما يحد أعيشت بينهم ويأتحدث عن تخصي أعيشت機 ونصبحت أعيشت أن ترغب لكم من جال جارة سنذهب هل تجربة تطيح ما يحصل أعيشت كما قلت لك أعيشت أو الخلاصة دي الأغلاط اللي ارتكب ودي الأشياء اللي حسيتها مزوينة ولأنك كنقول لك دائما القانون استحقه لأنه استحقتها فبالتالي ما نبغيش واحد آخر قاعد لكي شوفنا أنه هو تحفل شهادة فبالتالي خص ضرب تعلق من جدر دياله هنا مجد كنظر هذا وكنظر بزاف اللي كتلاحظ على جانب ديال تطوير الدات والجانب النفسي وفي الوقت دينا على ديال الأخطر من سهولة المعلومة هو سهولة صناعة المحتوى داباولا كل شيء يدير فيها كوتش وكل شيء يدير فيها وكل شيء يدير فيها فيديوات مشاشفهم بلغة واحدة أخرى ولا بلهجة واحدة أخرى وجغلهم بالمغربية وكيف أشتكت هدر على التطوير دات من تبقي كنت نعسف سداري في الصالون مع داركم أرى ماشي كانت نحتقل لكين عسداري مع دارهم ولكن هدير عندها مغزاة ماشي تأخذ الهادي وتنسى المغزاة ديالاشنا هي وكيف أشكت هدر متعنا على الزوج أنت ما مدوش زوج كيف أشكت هدر على الفاشال والنجاح وانت يا باقي مع الشيش النجاح بالصح والفاشال بالصح فشوفني كي يجي طوني روبينس يعني ولما كي يجي ستيف هارفي ولما كي يجي المرحوم الدكتور باين فقي ما جاوب دو كي هدروا على التنية الذاتية والتنية البشرية والسطوير الذات امتا بانونا كننا بانونا كبار علاش لأن في لقيتة ديالسور ديالون كانوا كي يكونوا نفسهم وكانوا كيعيشوا لهذه الإحباطات ويعيشوا النجاحات ويعيشوا الإخفاقات حتى وصلوا واحد لوقيته وبدأوا ديك ساعات كي يشاركوا انطلاقا من الحياة اللي عاشوها احنا لا شفتي واحد كي يوراد فيديو كانت جيت انت وتحال وبدأ تقول وكل شي بغي ولي هدرب حال انروتايت كل شي يبدأ يبدأ يغوبه ويهدرب الزرباز عمارك صافي لا سي احنا لا انطلاقين واحد لا انا لا بغي هذا الشكل غامشين عند الاصلي لانك شوف انتا جاي بنا لان كل شي والله غيك يسمع معلومة لهم ديالو مشي هو يطبقها هو انه يجي شركة مع الناس واطبق بعد انت يمكن جيك تهدر عن النجاح ورناد النجاح شوف انا لو هدرت عن النجاح نجحت هدرت عن الفشل بشلت هدرت عن الزواج تزوجت هدرت على الصعود هدرت على الإخفاءات فهذا بالإضافة على انه عندي دراسة في علم النفس وفي علم التربية فما يبقاش يقولي اي واحد لانه يبقوا فيهما بعدا انما يدروا بيهما في حياتهم وشورتهم يقولي انه يدخلوا الفلوس صافي بالنسبة لورا وصل ودرا خطيرة بالصافي شوف انا ما كنت قاعداش شوف ادراحك وصلنا الواحد القادية هذا الترويج السهولة الفلوس يوسف رأي كاريتا رأي كاريتا صاحبي واشتو احد درين متل بقي بقي قرار تحت ما بقي بقي يدير امتحانات تحت ما بقي بقي يدخل يدخل يدير كلاس بخيبات وكل شيء ولا بقي الفلوس سهلة رأي ممكن واش فرص كتشركي عين شودة بديها مثلا ديال التداول وديال هذا رأي ممكن شيء جديد رأي ممكن يدخل في هذا الوقت حتى الناس يدخل على مستوى الأسهم والتليفونات ورأي نفس الشيء ولا يدخل لا يدخل بالانترنت نعم ورقشتي نهاية ديال ونهاية ديال اللي كانوا معا دونك الاساس رأي الاساس والقرايا ما كانقولش على ان شباب ما يديروش فلوسوات لا يديرو ولكن تكون قرايا صح قرايا قرايا رأي قرايا لأساس ونزيد وش كل شيء غير المقاول كنش غير اخذر امتشار الالكترونية كنش غير تدير التداول في نومات الاساتيدة في نومات الأطيباء في نومات مهندسيين في نومات ميكانيسيانات في نومات الحلاقة في نومات السرباية في نومات الطباخة في نومات ممكنش مجتمع ده برا الفكرة اللي ولد سائدة على الشباب ديال خصوصا تناجر صغار بالزاب رأي كل ما تشلوا لك يبليهم مع العلم يعني كان عرف بردل اشخاص مليك يروج لدى الفكرة هذه وهو ما مديرش خياته مكت لا ديال وعلى صحب ولكن صورة اللي روج لها عن غير قصب هي هذه ولنفقت ديالها للأسف رأي هدرت قبيل على ذلك السرعة من القطبي وشيج لك هدى من الأشياء الخطيرة اللي كنعنوا منها عني قلت لك قبيل لهم قلت لك فرنامج سأ هدر علش لأن أولا مع الشخص المناسب شكرا ثانيا كين مساحة فبغيت كلامي أنه يوصل شهت من خلال مثلا سوبر ديال 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 ما عندي بزاف لأن أنا ما ضابط آليات ديال 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 إذا فبتاني ما غير صل واحد في أم معينا اللي أصلا جمهور أكي ديال لا أنا أخصني كل شي وعن تراك أنت لأن الهم ديال هو هذه البلاد هذه والشباب هذه البلاد هذه وكي قلت لك فأي حاجة أنا محاسبة عليها عشوش غس غس لدي نصي عرفوا أننا فقدرنا وقفة مير حاذية بكي كل الحديث مشوق مع ذاك شكرينا وشكرينا اللي بغض نظر معكم فيه هو مقدم ممثل ومغني طيب ما قدرنا شكرينا وكان قال لك هذه القادية ديال داعية قلت ليل لا رمان داعي ليل هذه القادية ديال أنه تدير بزاف الحواج مبدأ ولا غير حتى نظن ديما سيكون في ديال مقدم ولا ممثل المغني حتى الراب لك لا الراب لا حتى كنت صويرا كنشي هذا لا الراب حتى حتى طيب سيناريست سيناريست ومسلسل ديالي غدر الزمن حتى حتى كنت سيناريو سيناريست أول سيناريو ديالي هاد شي كامل حتى هادرنا حتى مزيان على مقدم وصحنا مزيان قبل هادرنا على التمثيل و هادرت لك كيف جاء و كيف أصلا يعني تكون فيه وكيف من بعد تعطيتني فرصة كيف زيت أنا هادروا دابع على مجل الغناء ما هي الغناء موسيقى خبصة فعلم أنا كأغني 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 أصلا من سن ديالست سنين وأنا كندرس في المعاد الموسيقية وكي أصلا مراكش رع داع عارفة كان في الحارتين بعد فارسة الحامض و ثم قريت في المعاد الموسيقية ومن بعد أخذت ديبلوم مع الباكالوريان بعد تدرت تربية الموسيقية وتخرج أستاذ لتربية الموسيقية وقائد كورال في الجنة الموسيقية أتكلم كموسيقية كنعرش كنتكلم كرايا سنين وأعوام ماشي جيت وكن قول راني دكتور في هذا ولا راني أستاذ في هذا وغير هكك بأي حاجة كنتكلم كنتكلم بأنني 17 لسانة وأنا كندرست تربية الموسيقية أنا درست دارس ديال الدولة درست في باعتها الفرنسية أنا ميشون فخانسي أو كلاود موني لتبع ليسيليوتي درست في الموسيقى محمدية درست في لفاك ودرست في المركز تقافي الفرنسي الانسيطيو فخانسي شوف تجربة لفت كوين لف الممارسة لكن هناك ناس يعرفون أن يسوقون نفسهم أنا صراحة من نقاط ضعف ديالي أنا واحد نسان لا يستطيع سوق نفسه كن أعطرف بها لا قبل مع الوسائل ديال التسويق الكلاسيكية لالآن مع الديجيطال أنا شخص لا يستطيع سوق نفسه والدليل كل مرة نقول معلومة بشي بان أنا كتقلم نصدفني أصلا كيستغرب أه تدرتين تخيل معي على أن نهار سنغني في موازين 2013 أنا وتامير حسني أشحال موعد يقول أنت تغني أقول تامير حسني في العالم العربي عفريكا أغني وعش بصوتي ومغني وديزين قدام 20 ألف الناس وقنوات العربية نقلة ويأتي 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 لا وشك تغني كان تقسير من جهتي أنا هو لأنني لم أكن عمش نصوق من نفسي بينما هناك أشخاص معلومة الموسيقية بسيطة يعني تعلم ما هذا الموسيقى وكيف يصوق من نفسهم وتبارك الله عليهم لن أتكلم بالعكس تبارك الله عليهم فقلت لك إذا من نجي نتكلم الغناء ولا الموسيقى فمجال تحجم هذا لا تطفل عليها من نجي من مجال سيناريو عندي صديقة سيناريز ودائما كانت نقش عنها وكانت أفكار هذا النهار كانت نقش عنها قلت لي قلت برشة بالوضع قلت 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 أفكار ومس ساعدين قلت يالله قلت أنا نعطيك فكرة قلت هذي مجد قلت لا داب قلت أعطي فكرة في هذا السياق هذا ونقول لها قريب عيش بزيف ووالد الدومين قلت أنت أخذ أنت حاجة وحدة تعلم أدوة كتاب كيف ترجم هذا ترجم الأرض الواقعة كانت تعلم معها كانت تعلم واحد سنة وأنا كانت تعلم معها حتى ثلثنين كنت مؤهل أضعت سيناريو ونقسم عرف أخر رأيها ونقسم أنهم الموضوع أي شخص يضع سيناريو آخر سيناريو كامل أو آخر سيناريو تختار مبين سيناريو عديدة وفي رمضان يعني كتابه في رمضان وفي أول عمل وفي رمضان فالحمد لله آمن براسك وكوّن نفسك دائما نتيجة جدي جدي ما يريد أن تقول لقاديه رأى بحالي بحالك رأى تاني باقي كان حلا واني باقي كان بداوف هانا شوف جيد ما قلتش لا واصفدكش لا انا بدأت تعلم مجل جديد مجل كتابه السيناريو ومازال سنتعلم محبوة جهة وليست علاقات الحياة سنتعلم ليست علاقات الحياة جديد هذا أصلا مدة طويلة إلى لحظة وأنا بعيد على موقع التواصل لماذا؟ لأنني أفكار على حاجة واحدة هو مشروع جديد بغين جيبي ليكون هدف ديالله هذه هي هدفه من الصباح و والتقديم ديالله من خلال الحلقة هذه ما من خلال الحلقة هذه؟ هو على أن فكر مجتمعي ككل هادش اللي بغينا دابا وقدي دياللي تيكات ما كتحسش فيها مشكل ديالاش؟ ديالأنه هو شبنات من خصو عيث لك هذه ولا هذي ولا هذي تانا براسة شاد الله لا عيث لك ما بغا وقدي حاجة لك تقول لك لأنني خلصت لك ما بغا ما دام أي حاجة كنديرها إلا و و دابطه ومتأكد منها لك بالعكس وكتديح شي حاجة أخرى مغيرها بالطبع، كانت تتطبيق السلوكة من المشامعة على هذا الشرع التي ترغبها هي تغيير السلوكة المشامعة من المشاريع من المشروع كبير ولكن ستحلم ستحلم وبدأ وغيوصل غيوصل تجارة نهائيا نهائيا لا تفكر إلى غاية الآن ما فكرت شو إلى غاية الآن ما فكرت شو واحد القضية قمنا بتعلق قمنا بتعلق في برنامج على الاخر الفقدان قمنا بتعرفي لفقدان وقلت att ولدتك آخر حجم نستطيع نستطيع انippi نستطيع قمنا ب suficiente ولدتك ومؤخرا تماما كنا سأفكر مع ساتھ المبدأ الفقدان هذا صعب لأنهم في نهاية المطاف ستفقد 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 نريد أن نقرأ هذا المبدأ نقرأ ما الذي يبحث هو يجد البرنامج نعم المبدأ هذا جاهز ونحر ونحر وقال مرحبت ستبقى 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 أغلبية ستبقى أبقى ستبقى 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 ويأتي لكي في الغربة كذلك يجب أن يكون بغطة ومجد ومشكلة أعلم أنه أنت تتعلم ويأتي بأعجاب الحجة وسأكون معك هستنعت أنك من الأشخاص سيكونوا ماركة في هذه القصة في هذه الحياة في هذه الرحلة الأرضية لا أنت بالتعلم أنهم يتعمقون في السجل يتعمقون بمثل وكانت سيستمر ساعة والصرف وما زال نقدر نقلس وتشكتر إذاً أنا أقول لك أنا أحد الإنسان التي كانت تكون مصر لا أريد أن تكون مصر الواعي كانت تبتلي عندي الواعي ديال ديال داك الوقت كان باقي مسيطرة عليها هذا الجانب هذا ديال التعلق كنت قدرت قدرت على أني قطع مجدر بالزاب ديال التعلق مع شخص كلهم مقالية إلا مع شخص واحد ما قدرتش لكن مع التمارين ومع التعمق أكثر وزيادة الواعي المهمة لزيادة الواعي فعرج بأنني هذا الوقت كنت غالطة لأن نحن 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 نعرف فاما إلا من ومع التعليم الزوج الزوجة من أقرب العلاقات اللي كينين في رحلة الأرضية تمارا ما كيبقاوش ما كيبقاوش دونك كل واحد كيولي كيتحزم كيولي الرسول اختبار دياله كيف يجدين إذن تعلق خطوش يكون فقط الله سبحانه وتعالى بأي شخص ما خطوش يكون وهذا هو اللي كيقدر يخليك أنك ترضى وتقبل فقدات لأنك تقول لله ما أعطى ولله ما أخذ شكولي أعطى كذلك الأم ديالك شكولي أعطى كذلك الأب ديالك وشكولي أعطى ذلك الأولاد نفس الشيء فبتالعش قلت لك الوعي ديالي دابا زاد على ذلك اللحظة بالنسبة للفقدان هو متعلق بالتعلق ستقطع التعلق من الجذر ما غديش يبقى الفقدان حتى عنده علاقة حتى كيفش كتشوف الدنيا حتى تملي كتشوف الدنيا لأنه حتى شقدر ما تشيقش ومش يتغدى اليوم ما شقدر ما تكملش نهارك ومش يتغدى اليوم ما أعرف أنه ديالك شيء كبير كما نقوله في رأسنا بعد المرش كي يجب لي الله أنه كنسا وأنه شيء محاولين كانوا معنا ما بقى شيء محاولين شيء محاولين في قائل في قائل أعمار يعني لا نقولوا ذلك لا رأس ما لاحظتش بليك يموت شي واحد كتش بليك خلالك تقلب على السبب غير باش أنك تحس ما يوقع عليه آه هذا مريض أكسيدون أنا لا كنت تقلب في تهور ديما كنت تحاول تقلب على ذلك المبرر زي ما نرى أنت ما ستموت دبال أسف قدر مربما يعني الله اللي سنقول تصدم يعني بعض الناس لكن رأى عندنا حمولة حملينها معنا في الموروط دينا خطيرة كتدمر نفسيا كتدمر نفسيا بغي مو كتدمر نفسيا وللأسف مغلوطة ولا أساسة لها من الصحة في الدين من إحنا وإحنا صغار كم ظني على الأغلبية دائما أخلو التعبين بلا وجد شنو كيفاش تلقى لنا الدين تلقى لنا الدين بالخوف وبالعقاب لما صليتيش قد يدخل جاهلنا يادر سيادر سيادر يادر سيادر ستتعدى في القبر دينا يادر سيادر هكا هكا وصلوا لنا علمونا الدين بهدر برعبه بتخويف وبالطرهيب من بعد شنو غادي وقع؟ هو أن قولينا كل شي عندنا تعلقين به بالخوف أم فأنت لقد قلت الياد قاد يادر كنمشيوا باش نطمأنه نعرفوا السبب باش مات علاش؟ بس كنا مخلوعين نموتوا كلنا عايشين مخلوعين باش نموتوا علاش؟ على ذاك التصور اللي تعطانا ذاك التصور وفيه مغلوطات مغلوطات ترى المشكلة المشكلة أن وقد بغيت تقول شي حاجة وقد بغيت تفكر تفكر أن المستوى الواعي شوية نقص ومباشرة بدأت تسمع ذلك الروايبة تسمع ذلك ما حافظت شي حاجة وقد بغيت تفكر أنا لا أريد تفكر على الجانب الديني سأتدرس والناس اللي في الوسط عارفين أن أنا أخذت مدة كلها وقد ندرس فيها فكما نتكلم عن الناس كما نتكلم عن الموسيقى نفس الشيء نتكلم عن الدين ففي المغلوط دينا كين أشياء اللي كتدمر الواحد نفسيا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نتعذبو ما يمكنش على أن حنا عندنا غيش شقاء ومور الموت غير العذب علاش ما كان علموش ولادنا الحب على أننا يدوزوا الدين بالحب ونعلموهم الدين بال ونعلموه في الهدف الحقيقي ما هو ما هو الله سبحانه وتعالى يعطينا الدين يعطينا منهاج كيف تعيش مزيان مزيان يقول لك ما تشرب ويجيب لي عاني من واحد لطبيب واحد اللي غيقولك شرب مزيان من يجيك يقولك ما تكذبش ما كيش متعدد العلاقات الجنسية ما كيش اللي غيقولك لا نفسيا ولا جسديا لان كل شيء ما يخصوش الصيام كل شيء نعفو دير صلاة اي واحد اي واحد كيش في العالم غيقولك خصوك الميديتاسيون ضروري ما يمكنش تعيش السلام النفسي ما يمكنش تعيش تصالوح ما يمكنش تعيش التواصل مع الدات ديالك الى ما تكذبش راح يعني اي حاجة جاية في هالدين باش نعيشو مزيان واللي مدرنهاش كتنقص لك درجة ديال رفاهيات العيش ديالك حنا ما نعلمو مش هاد شي هذا كنجي كنعلمو صلي لما صلتيش غادي تدخل الجهنم صوم ما صلتيش غادي تدخل الجهنم كي يجي كتلقى ديال انه ما فاهمش علاش كي دير الحاجة كتخليه دائما إما كينفرمنها إما كي ديرها بخوف والحاجة ما كي ديرها بخوف ما كي ديوش نتيجة ديالا حتى ولينا كتسمع شنو حييت عليا العاصر عايتيش نايا ديك حييت عليا شح الخايبة يعني أنك فقط لأنه مخلوع وإما كي يستفدش مننا هاد شي هو اللي خلانا على أننا نعاود رجعلك ونقولك ديك القادية ديال الخوف من الموت ألوكويل من الأول جبنا له مسألة إلى أي درجة الله كي حبنا وإلى أي درجة بالعكس عاطينا شي كامل باش نعيش فرفاهية وكل شيء وأن إلي درتي هذا شي شي呢 رأكوية تديره لأن important لأنا نستطيع أن تديره أرى فأي واحد القادية أي واحد تقول له العمرة ليقولك يلا هل انمشي لنا حيث ما عمرنا بززنا κάت realt ها واه يجب إلى ذلك القسوية لي كي د descobلي أرى فعلا الله هل لا؟ أي واحد واكي يقول ما كيصلي بد إشعج تقول له العمرة أهو الله يمكن نشيل معك Eric رمضان هذا. لماذا قدّمنا العمر؟ وراء كل شيء يريد أن تشترح بحلاكة. وبالتالي علاقتنا مع الخالق. سبحانه وتبقى علاقة خوف. علاقة محبة. ومنين تبقى علاقة محبة. ما تبقى؟ لا تبقى خايف من الموت. هذا ما تبقى. هذا ما تبقى. لأننا مخلوعين. والخوف مسيطر عندنا. والخوف يجعلك إما كتنفرم الحاجة بمرة. إما كتديرها ولكن كتديرها حين تجد مخلوع. على ذكر الموروط. سنعرف بأن. أرى اللي بديت فيها في اللول ديال. عندنا المحافظة عند الحادثين. علاقة ما كنت قدموش نموذج آخر. أنك تقدر تكون. كتصنط الموسيقى وكتبير موسيقى. كتشوف الأفلام. وكتصافر. مع صاحبك الرستور. تتحر البحار. يعني عايش كي كي قول حنا ود الوقت. ولكي صدقوصة كتصلي. رك. رك موضع بلسيط القرآن. رك تدير تدبور. علش ما قدموش هد نموذج هذا. علش كي قدموه هد نموذج يد تشدد ينمخلال. والمشكلة على أن. لا هدك مرتاح ولا هدك مرتاح. أنا في كي دخل الشيطة. وهنتدر في بالك أنه بزاف ناس مني غادي جقول هذا. لقد رأي يقول ذلك القادية ديال. ولكن هنا رأي بحال جقول كجقول لبن آدم أنه تطبع مع كل ما هو ماشي ماشي حلال. الله سبحانه وتعالى ما كي يقول. حان ما شوف. رأى واحد قادية رخيبة عندنا ديال. شكنهم اللي غيرت شو على وجوههم. اللي قالوا أطعنا ساداتنا وكبرائنا. يعني أنا رغب الله سبحانه وتعالى والرسل. ماشي سادة الكبرى. يواس دير السادة الكبرى هو من اللي وصلنا بأن هذا القادية ديال. أننا نحكمو على ناس وحدين أخرين. أما هو الأصل الله سبحانه وتعالى ما قال. عليكم أنفسكم. سبحانه وتعالى ما قال لنا. ليس عليك هداهم. وعدية مجرسة عليه الصلاة والسلام. لست عليهم بمسيطر. وش فمتي إلا. نحن نتبع أشخاص وحدين أخرين. لكن لا أرى الأصل. الأصل يعني كيف خارج الحكم الشرعي هو على أن رأسك. صلاحي دي غير راسك. أنت ما صوقك وحدة أخر. ما تحكمش عليه. وأخير ما ما تحكمش عليه لأنها صدار الأحكام. أرا قدر راسك من أنك تصدر الأحكام. لذلك أنت تها فراسك. وعارف شنو غادي تدير. أشتيل والله كون كل واحد في ندها فراص وف. ورا هي غير ريوسنا. ويا ربي ويا صحبي. صعيبة كنظن أنك تنتظر لحظة التي تعرفت شي كامل معرفة داتا أسئلة الوجودية وهذه الأسئلة الوجودية أنا أخلت لوقيتها وقد أقول هذا الطريق الذي سأجي فيها أنا هذا الطريق الذي أعمل فيها أنا تحلال والأحرام هذا الحياة الذي سأجي فيها إذا وصلت لوقيتك أين سأجي أنا؟ لا يمكن أن أعيش غير ذلك كيف حال هذا الطريق؟ هذا الطريق في عام 2014 عام 20 سنة هذا الطريق في عام 36 أخبرت عام 15 أشواء؟ أو صحيح؟ أو صحيح؟ أو صحيح؟ وقف تعف رأسك في نادي صحيح؟ أرى أن أجتبت أكيد أن تحتاجت بعد ذلك هذه تركم لا لا لماذا ما تقول قاقص خارف لا لا لم تكنش شي حاجة هكا لا لا كان تراكم عرفتي بديك مرة مرة تجيك وكاتغيب تعطيه غديو وكاتكتر غديو وكاتكتر غديو وكاتكتر غدو وكاتكتر انا كيف شي كنت عدى نفهمه نفهم نعرف شي واقع من كتبدا اول ما كتب كتبدا 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 لأسف انه اللي كتصدرليك في الأول هو واحد طيار معين نظرا الاعتبارات كان واحد المويلات المدة طويلة فبالتالي كان واحد لقيت الكتب مجانية كان من موراها قناة الفضائية كان من موراها مواقع الانترنت فبالتالي أي حاجة تدري فكتشي تلقى طيار واحد هو السائد إذن مباشرة فبالتالي كان الحقيقة كانت تقول إذن صافي لا صافي أنا كان خربك كان شي هذا وكان عمرين ما كانت وقفت من بعد كانت خاصة كانت دير هذا كان لقيت واحد إشكالية اللي هي تغييب العقل أما يمكنش الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل وتقولي يلا ما تفكرش تقولي يلا خدك شي كما هو لا ما يمكنش فهمتي ما يمكنش أن تقول يلا ما تناقش لا يمكنش تقول يلا لا يوجد شعج اسمي تلك الله سبحانه وتعالى أول كلمة ينزل لنا ليس يصلي ليس يزكي ليس يصوي ليس يحاج اقرأ معناه كين دابو واحد فاصل ما بين قبل يقرأ و بعد يقرأ الآن سيبدأ عصر العلم عصر العقل عصر لأن إنسان يحكم بالأرض بالعقل دياله خليفة بالأرض بالعقل دياله يحمل الأمانة بالعقل دياله بالعقل دياله لا يمكن أن تذهب لقد تجد تيارات أخرى التي تجد فيهم كان بحث كان بحث كان بحث كان بحث حتى في الأخر توصلت إلى واحد القناعة التي فينا الآن الحمد لله وهي واحد الوسطي الذي محسني بال بالأمان لأن بين وبين لف أقصى لياسا حسيت بالأمان ولا في أقصى الياسا حسيت بالأمان أنكم أمة وسطة في هذا الوسطي يد من بعد زدت الجانب الآخر الذي هو رجعت لدك جايب ديالعين نفسي كنت قاري وبدأت في تطوير الذات وكان حاول نجمع مبيناتهم فالقيت بأن استخدام العقل شيء أساسي لا مفر منه أساسي 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 البيت إختصار أساسي 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 و يزد일 استخدام العقل. لأن الدين هو النص. فهم البشر للنص ليس من الدين. النص القرآني او نص الحديث اذا كان صحيحا فهذا هو نكيت سمى الدين. ولكن كيفاش فهمه فلان او فلان كيبقى فهم ديالو. ابني كان قوله دابا تفسير. تفسير الصيوطي ولا تفسير تباري ولا فضل القرآن سيد قضي ولا مبعد. خواطر شعراوي لا اي حد تفسير. واش تفسير اللي كيقول الاية فلانيا. رعا مئة مئة هو لا قصب الله سبحانه وتعالى. لا هذا كتفسير ديالو. لذلك فالشعراوي الله رحمه كانت كيف المسألة هذي. وما بغاش يسميه تفسير. اسمه خواطر. وقالوا بغاش يقول لهم لا هذي خواطر. لان كما قال امام مالك كل يؤخذ بكلامه ويرد الا صاحب هذا المقال. الله رسول الى السلام. اي حد. امام مالك براسو. شو عنده الاندالوس واحد القضية. قال لهم لا رجعوا العلماء لانهم غير يفهموا اكثر. قال لهم اه رجعوا عندهم. ولانهم غير يفهموا لان ما عرفش انا حويش كيني عندكم مالك غير ميثال. نقول لك لا تقديس لا تقديس للأئمة ولا العلماء ولا ايش. ماشي منيك نقول لا تقديس هي غا نضرب فيهم. رأى ما يسوا وما يصلحوا رأى كادا وكادا. ارى هالي ولينا طيحين فيه دابا. يا اشخاص اللي ما عندكش الحق تضرع لشي حد. يا اشخاص اللي هذو كلهم كدابا هذو كلهم غيك يخربقوا هذو كلهم مكينوالو. حنا نسفدك شي كلهم. ما يمكنش. ارى ما خسنا رجل راشيد. واش ليس فينا. اذا خسنا هاد الواسط اللي كان هضروع ليه. رأى هو اللي خسنا. احنا اللي مأمنين به. ندفعوا ليه. فعلا. فعلا. انا بس صحنا. هذه القادية. القادية كينة دي اللي انه. ما نقوش قاسحين ولكن. لكن لعباتي خس درورش خسار القطب. يعني داب هاد الادراءة عند الانجلتين. انا متأكد مليون في المئة انه كين اللي غادي. شو تيدي. واي ليه بلاتي. توقع عشان دي تشوف التعالي. لابا الاشكال الخبيرة. رأى اصدار الاحكم. يقول لهم رأى دينو سيئة. رأى خوفي عليكم. كان بقول لكم ما تكتبوش دا كتيرا. والاشكال كتير. وانا هو انني دبعنا كنتحور معك. لا يعني انني متفق معك. اكيد. والتان تان ما عندكش مشكلة انني انا ما متفقش معك. اكيد. وقدر نقول انني متفقش معه. ولكن. ماشي متفقش معك. ماشي ضروري يخصي يكون يا اهياللاد. اذا ما قلت لي هاد الهضراء. قلت. ممكن. وهذا القادية دي الممكن. راح تيلمو. كنت اخافه. كنت. كنت اخافه. كنت. كنت اخافك ممكن. يعني. انني. او. كأنه فيمتي. كفر. غير. انكتكار مثلا. غير. وحالطريقة. شوية. كفر. كنت ضمن. ان هذا القادية مهم. اه. اه. اتفهم. اتفهم أي وحد. انا. لا اندي مشكلة. ولكن. ديما. كنت ضمن. انه. بعد مرش كتبين. عدم. تيقا. في داك سيلي كنت دير و داك سيلي كنعرفوها. ما هو ليك يخلي أنك واحد زوجك تتخلق. فهذا كذلك، مثلاً هو ليديك. إذا كنت تتقلت اليوم شي حاجة لما ما أقول لفنهاش. هيتسوكوك. غضي عاقبوك. ما شي غادي. أوكي؟ أجن نفكره في هذه القضية. ما ليكفالي؟ ما ليكفالي؟ أجن، لماذا لا نحضو شف هذا الشيء. ويخلي هاد الراحة في انه وفحلت في نهاية اللعنة فيني. فإنما قلت ليس عليك هذا دعني نخطع دعني نحاول نرى هذه الجهة دعني نرى هذه الجهة وعندما تكون حر بالطريقة كانت تتعلم الأشياء أكثر وكتأمل بها أكثر فأفاء القضية أنا أتجيني مهمة ومهمة عرفتني أنني أتكل شيء يتوصل لها رأسك حراب حالي كنت لك مثلا من يجي توصل الراسك بأنك كتولي تستفد أنت بالصلاة ماشي كتصلي لله؟ كتصلي ليه؟ ما محتاج شوص محتاج متاحاج أصلاً محتاج ناشي حنا كنا أصلاً محتاج ناشي إذاً إني كتولي تعلم أنك تصلي نفسك وانتك تستفد منها أكتولي فرحان بغي تصلي ما كانت قامش لديك حي يتعلية العاصر إني كتولي كتعرف الصيام كي يخدمك كتولي فرحان كتولي تصوي تبرة رمضان كتولي فرحان بغي تصلي كتولي فرحان بغي تصلي والتخيل دابا كل شي بغي تصلي متقطع يعني غير تبرة رمضان سويع ديالور غتي يجيك مع الصيام العادي كل شي غير يديره فرحان لأنك يعرف بأنه كيفاش غادي يصفلو الدات ديالور كيفاش غايت طيح شماء كيفاش هادا كيفاش غايت نقص الوزن كيفاش كيفاش غايت ارتفع عليه هورمون نمو كيفاش غايت ارتفع له التستستورون بالصيام منك يقولي عارف هذا شي هذا حينتش كتعطي شي حاجة لي من الموسى يقولي فرحان يصلي يقولي فرحان يصلي مني يعرف بأنه المركز ديال الطاقة يجب في الأرض كله هو مكة في الكعبة بأنه قديمش يتما بأنه يجيب واحد شوحنا كبير أدش كله منك يعرفوه يديروه هو فرحان أما مني كتجيب وكتلق قنو ما تفكرش والملائكة سولوا الله سبحانه وتعالى سولوا علشة خلق آدم سيدنا إبراهيم سول الله سبحانه وتعالى لي يطمئن قلبي ولكن واش قال لهم علش سولته هذا هو عرب بزاف تخيل معي تخيل معي أنه وراء كان يعني هذا ليس وقاحة لماذا لا نستطيع أن نعتبرها وقاحة عجيب عجيب وحنا يا لا تسهل ما حال من شيء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون أشيروا علي ماذا شوف أنا أعلمون لما كان يأتي السيرة أي شخص تقول السيرة ما سوف تريده غزوة بطر غزوة أحود غزوة خيبار ما سوف تريده غزوة أيها هاتش كيف سيرة ما هي الاشكالية في كينا والكاريتة أننا نلخصنا السيرة النبوية الشريفة بما فيها من أشياء جميلة جدا جدا منهاج تحييكم منهاج النبوة ديال كيفاش نعيش وضب الصح خلينا واشدنا في الغزوات اللي عندها ضروف معيانة وعندها حوائج اللي هي ديال داك الوقت وعلى أشياء معيانة نسينا إحنا يا مني كان قولوا ما نهضروا إحنا على أنهم كانوا يهود في المدينة وكانوا مسيحيين وكانوا بأن أول أول دولة لا دينية دارت هي دولة الصلاة صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه قبل مثلا عند الروماد وما ديك ساعة كون على المسيحي كلهم اللي كانت مخصي يكون مسيحي وقبل ما يكونوا مسيحيين كان خصوهم ما يكونوا مسيحيين في الفورس كانوا ديك ساعة على الزرده فكلهم يكونوا زرده في الحبشة كانوا مسيحيين فكلهم يكون مسيحيين يعني ما كانش عجل اسميتها تكون في واحد دولة وديانة مختلفة وفي دولة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا من بعد عرفنا ما نطره هذا ولكن كانوا هنا يا هنت دولة مدنية كينة دكو ديال حرية المعتقدة هو كين راح شكرا قولك كين دروس عميق ما كان ستخلصوها شعر مثلا حديثة الإفك بعدما يبغوش يعودوا كي مروا مروا الكرام ولكن لا على أنك كيفاش ما تجيش واللي سمعته التيقو واللي اللاخص تبت من الحاجة حلا يعطي كنخف كي يجي يا صاحبي واحد كي يشوف وحده في موقع التواصل ويبدأ يلفع عليها التركة عشي يا صاحبي قد في المحصنات صحيبة وما لعد شي ما ما يتورج وأشياء عديدة وأشياء عديدة للأسعب وكرا عندنا إشكالية ديال طريقة مغلوطة باش كندوزوا القيام الدينية وكاتولي عطيها مفعول عكسي إما كتعطي تشدد لأن صافي هكا هكا كما تفكرش ديال لا تجادل ولا تناقش إما كتعطي نفور لأنكي يجيب شباب ديال دابو كين فاتوا علوه ما كي قبلون صافي كينفرو خصوصا عفون كيني دابا ناس فلان تقناتو هادا كي بدوروهم وقاءة وحدا وأحداث واذاكش لأن هما مدرسوا هاش لأن انت مدرسة لهم شباش عرفهم حقيقتها كيفاش هي كي يجيو كي أعطالهم من منظر واحد وصاف كي يلحدو كي يقولوا صافي كينفرو من هادش هذا كامل فعلا وهذه يشكاليا لأن نحافظه على حديدا اهل اشكاليا ك empكمك ألو س Doom يقرأ كنت أراجع لي هو هو الوعي طيبة أكبرك أبحثت على دين في المطاف الآن اس맛 كنت ذهو الوين لكن الله سبحانه وتعالى وش أمرني أن يسمع لك ولا أمرني أنني أنا نبحث طيق أمرني نبحث ما شي كنقول لك على أن واحد ما عرفه يجي هضار لا رضا بأنا ما متفقش معها دولة كيف نسوك ترى ما كنقولش العكس ديال اللي قالوا كنقول بأن أنت بزمنك بأن أنت فرض عليك تمشيت بحث هالي كنقول لنا كنقول ما شي بالضرورة أنا غير مجبار نسمع لك داكور ولكن في نفس الوقت مجبار أنني أنا نبحث لأنني أنا مسؤول على رأسي أغل أنت حاسب رأسي إذا أنا لغسني نبحث حتى إذا بحثي ذلك الساعة بطريقة صحيحة ذلك الساعة سوف يجب أن يسكتش ما بينش كل ريكي خلف ما بيانسيوغ شوف الراس على سمكي يستفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك بيانسيوغ باش توصلت استفتي قلبك من بعد الدراسة ومن بعد البحث فعلاً 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 أنا أجبل لك أحد موضوع آخر غير هو فهم أن كنتظن أن هذا القديد يجب أنتها ولكن أنا ما كنت أريد أن أدخل واحد في الحياة الشخصية دياله وكن أظن أنه حتى الناس اللي كسمعون ما عنده ما يديروا الحياة الشخصية خصوصاً من لي ما تفيدوا فواله ولكن أنا بغت نظر على البلان ديال العلاقات ديالك الزوجية خصوصاً ما بغيش نعرف القيسة ولكن بغت نعرف شنو الدروس اللي أخذتي منه يعني أنا عارف أنه جوي شي جوج مرات وطلق شي جوج مرات شنو شنو الدروس طيب قبل ما نجاوبك أقولك أول حاجة أنا فاش كنت كان كان عم برامج جالي وهذا دائماً كنت كان رفض هذه المسألة هذه ديال المدان تستغل الحياة الشخصية تخيل معي أنه كان راح المرة برامج سياسي مصدف مسؤول وكان جاني وتوصلت بأشياء كتخص حياته الشخصية واللي كتقسم عدياله بالدلائل وتوصلت بيها لأنه كنت دائماً كان نعلم كان دير إعلان دير الشكول اللي غير يكون معي الجماعة توصلت بيها نقولك أحد القادية كان نورمال مو كنت ديرتها لا مشيش حاجة فوق البرز شي حاجة كيقولك فوق البرز كان رفض رفضاً قاطعاً لأنه أنا فاش كنت نجيب هذا كمسؤول فأنا كانت نقش معه وكان حاوره على العمل دياله أما حاجة واحد أخرى ما سوقيش بشي حد كان عون نقوله ما سوقيش بشي حد أنا نظر معي في العمل ديال نرجع لك على المسألة هذه أول شي أنا كان أمن دائماً بأن بوية أسرار وبأن عمر ما تكلمت لو أنا مزوج أو أنا مطلق كان نقول حاجة واحدة يا أنا الآن متزوج يا أنا مطلق رغم أن مثلاً أنا كان عني معاناة كبيرة أني لم يكن نشوف شوالادي وما خارج المغرب ومع عمري بغيت نستغل هذا القضية هذه إعلامياً رغم أنها إعلامياً تقدر تكون في صالحي أنا تقدر تقدر شعري بش أنني نشوفهم ولكن ما كنتم سوف تقول ما هي العبرة التي استخلصت منها أنا أقول لك أول شي سوف يأخذ الوحيد يأخذ الوقت تياله بشي مباشرة اختارتي واحد الإنسانة ولقتي واحد الإنسانة وتتصافي وتتزوج بها مباشرة أنا حتى شعر عار كي نشعجل الخطبة ومدوري لدي شي هذا وك هذي أولاً ثاني حاجة وهذه مهمة مزيدة في يوسف بزاف المرات كتلقى وبزاف ديال الطلاقات كتلقى الغلاط مد الرجل مد المرة هذي الغلاط ديال من الغلاط تزوجهم أن هذا الرجل ما مناسب لديك المرات وهذا المرات ما مناسبه لذلك الرجل وهذا الرجل مع مرة أخرى مزيان وهذا المرات مع رجل أخر مزيان إذا الرجل بالضرورة مني كتلقوا لك تفهموا بأن واحد فيهم مزيانش وهذه نقطة مهمة وبالذلك يغفلوا عليها ثاني حاجة بأن ما يفجر في الخصام أنه كان دائما في القيلاة لأن الإنسان الخير الحقيقي في الخصام في كيبا نهايات أخلاق لذلك في الفراق وفي الخصام أو أي حاجة يعني أي فراق يبغى يكون توقع يكون وحده وصاحبه يعني تفارقوا وتخاصموا لهذا ثم لا يمكن أن يبغى معدن الحقيقي لكل واحد ثالثة بأن من الأفكار المغلوطة التي لدينا وكنت أنا واحد منه بأن تأتي تقول إن سنختار بنت الناس تتواج بهم أسرة مزيانة على حسب أنت يعني الاعتقاد لك أسرة محافظة متدينة نفس الشيء بالنسبة للإنسان هنا نقول لك هذا غلط لأن لا يقول لك لا 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 لم لأن نعود لأن نقول لك إنسان مزيانة وكل شيء مزيان ولكن لأن لا يمكنك توافق لا كان وتستطيع أن ترى مثلا متدينة أو حدثة لا لديكم فكر متحرر لا 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 أهم شيء هو والتوافق وش غيمكن تكونوا مع بعضياتكم وهنا عليك يأخذ الوقت ويتكلم في كل شيء ويشوف وشكين توافق للا هدا هما الدروس اللي استخلصت هذه الليلة تترى فيك شوية وإلا مش إنسان وكوّنوك وقّي لك أكيد 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 تترى في العمل ديالك لا نهائيا أنا التحجم كتت أتصر في العمل ديالي تحجة 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 ما رأي ديالك في الفن في المغرب سؤال كبير 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 عشين سؤال كبير يعني سؤال عامق لا عامق ما تشوز مجليز عباب وغيت نطعن في سابق سابق لا وغيت نقصد بأنه السؤال فاست شاسع حدا بما تعلان لأنه ما هو الفن الفن هو تمثيل هو الغيناء هو الرسم هو الرقص هو من نحت هو عام الفن نعم إذاً هذه من جهة من جهة واحدة أخرى كيف تتحدث عن لون فني معين كيف تتحدث عن لون فني معين كيف تتحدث عن الفنانية كيف تتحدث عن الدولة كيف تتحدث عن المنتج الفني أرى سؤال هناك شعوبات كثيرة فالآن فصلتها كأكثر شو نقص بتبقى سؤال دي لك نظر بعدها غير المجالة دي لك مثلا تمثيل تقديم خلاص أدرنا فيه تمثيل مثلا تمثيل في المغرب ما شوف ما يمكنش ما يمكنش تكون عما باش ما تشوفش وعمال بصيرة باش ما تشوفش النقلة النوعية اللي اللي طرت في الدراما المغربية سيناريو الزوينيو 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 ديكوراتيو إنتاج أكبرو عدد دي الإنتاجات كتارو الناس كيتبعوو أو التحماع ديك القاديات دي المسلسالات اللي اللي كلكي هضر عليهم وحدد الشارع كنت شهادة زعمة مزيان يعني غادين في الطريق صاحب الاشكالية عطي فين كينا كينا في قنوات شن القنوات أننا بقي عندنا غير جوج القنوات هالاشكالية فين كينا نهار شوف الراديو نهار دخلوا الإداعات الخاصة دار واحد قفزة نوعية في نوعية البرامج وفي الإنتاجات يداروا إداعات خاصة الآن خص قنوات تلفزيونية خاصة من لك تأتي قنوات تلفزيونية خاصة ستعرف الخاص رادنا قبيلة كي يعرف حاجة وحدة هي أننا ستأتي له منتوج الذي سيأتي له المتابعة خلا واشلوح أغارس أغارس طافي مزيان إذا إلى غاية هنا مزيان ثاني حاجة القنوات الخاصة ستعطون منتجين حقيقيين ليس منفيدين إنتاج لأن الآن بطالة الفرق بيننا كيف تتم عملية إنتاجية في المغرب أنا أشرح لك تأتي شركة إنتاج تأخذ السيناريو تكون واحد الملف تأتي القناة الأولى أو الثانية لجنة بعد لجنة تقرأ اخترت واحد السيناريو مزيان إذا الشركة في المتابعة تأتي هل تعرفت أن تكون هذا الشيء في الإنساة؟ أعطيك مزيلا إذن الآن قلنا بأن تختار ديك شركة الإنتاج ديك العمل ديالها وكل شيء ومعروفين من الأول كي يكون هاد هذا السيناريو هذا هاش حال مخصصين له ثالان غديد تعطاله تسعمائة مليون أوكي تعمائة مليون عرف الشركة دون قد تأخذ تعمائة مليون إذن كتجي القانت الأولى والقانت تانية على من ما لا هذا سعفيف فاس باللا بلدوف كتجي كتعطي واحد دفعة كتال قانت واحد دفعة أوكي باش يبدو هذا مني كتجي في الأخر كتدفع لهم العمل كتعطيهم دفعة واحدة أخرى ملي كي مر العمل كتدوس كتعطيهم دفعة واحدة أخرى إذن هذا ما كيتسماش إنتاج كيتسمى تنفيذ الإنتاج أما المنتج الحقيقية هو القانت شكل أعطى فلوس آوي أوكي آآ انتار كتصار لا تنفيذ الإنتاج إذن الشركة التي كيتسمو عندنا شركة الإنتاج هم شركة تنفيذ الإنتاج أوكي أوكي آآ دفعة أمشي مثلا في مصر يكي مصر نيكي يجي مثلا متحدة ولا السبكي ولا أي أي شركة إنتاج كتجي كتدير مسلسال كتتعقد مع محمد رمضان على مسلسال الشركة مفلوسة مفلوسة كتجي كتخلص محمد رمضان كتخلص ممتليل معاك كتخلص سيناريس كتخلص المخرج كتخلص كل شي منتج منتج في الأخر العمل كله يتقام عليه عشاد المليار المنتج خرج من عنده لديه المسلسل عشاد المليار يشدك المسلسل يدور يبيع القناوات ويربح ديك سعار حينتش ما عندناش قنوات خاصة عندنا غيجوش قنوات ديال الدولة اللي ما عندهم مش زمال الحلوس بزيء لا قنوات ديال الدولة يعني من الأول خارج بيجي لهذا يعني دكشي بلا بيلدوف يعني ماشي بلا بيلدوف لا بيلدوف في الابيلدوف يقول لك مثلا بغينا جوج ديال المسلسلات ديال 30 حلقة 26 دقيقة بغينا مسلسل واحد ديال 52 دقيقة 30 حلقة بغينا كابسولة ديال ديال كي حطوه في الابيلدوف كتدخل السيد كتلقاه فهمتي؟ دكشي هلتليك عدنا غيت نفيد الإنتج النهار غادي وليو عندنا قانوات خاصة قانوات خاصة ما غادي شعطك انتاك منتج سير تجمع رساتك وخسر فلوسك واجي إلي عجبني العمل غادي هكذا كه على جديد غادي وليو عندنا أيضان إنتاج حقيقي وغادي ولي عندنا وفرة في الإنتاج أو لعدنا وفرة في الإنتاج يعني هذا شوية هذي كنت غادي وفرة في الإنتاج وملي غادي كين الخطوة الأخرى ده براح بدات مليد بالجو بعد الأعمال السوريار غادي دخلش في العالم العربي فهذه خطوة مزيانة لأن احنا مشكلة دينا على إنتاج ضيق لأنه سوق ضيق عدنا في غير مغريبة مصر منك يديروا مسلسال كيخسر علي عشر مليار والعشرين مليار أراكي يبيعوا قانوات في العالم العربي ككل نحن هنا ولكن مثلا قناة معينة قناة الحصري فهي عارفة تدخل لأنه عندها كجمهور ماشي بلد عندها جمهور هو العالم العربي ككل نحن هنا هذا هو الخطوة المقبلة إذا لمشينا في الاتجاه على الفتاح العالم العربي وعلى أيضا فتح قنوات تلفزيونية خاصة في المجال كله أريد أن نرى برامج خراء وإنتاجات خراءة أريد أن نرى أريد أن نرى هذه القضية لأنه العالم العربي كامل يتفرج في مصر سنوات سنوات يعني لا شيء غير جينة ولينا كنفهمون المصرية سنوات فهمنا المصرية لأننا تفرجوا في الإمام من أعوام ونفس الحاجة للسوريين ونفس الحاجة ودابا الإشكال اللي قلتي لأنه خاص يكونوا قانوات خاصة أصلا البلاد مدابا راكي هرب من تلفاز عاد دابا سنوات قانوات خاصة وكن أظن أن المسألة أصعب أنا كنشوف أنه الديجيطال هو هو فين غانو لي وكانت أنت يشوفه إلى الدرت منصة إذا الدرت منصة منصة أما مثلا الديجيطال العادي لكين دابلا الدراما ما كتخدمش الديجيطال العادي كتخدم في منصة فقط منصة مثلا النيتفليكس اكزاكتو معا عندك فين كتخدم كنظن كنظن وكن نظن أنه زي ما لا را كان كان على الوزير الثقافة بأنه غدر منصة في أعمال مغربية ودى على الأخير وي 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 باش نتن نكملون هدرا على البلاد دي الفن كنظن أتطني نترايك في واحد القضية دي لأنه بزاف دي دي الممثلين مثلا كانوا في واحد الوقيته شدين المارشي وواحد الوقيته في مشي يعني ما بحالة تقول صافي مش هي عياء ولا ما ممقش كي يعيط لهم بنا هذا ودي ما كي خرجوا دي القادية دي ونحن نناشد جلالة المالك وأنا شخصيا كنت نعيد القادية شوية بشكل شوف هو تطور العادي للممثل هو كي يمشي على حساب السن ممشي السن ديالو السن اللي كي يعطيه وهذه مهمة حين تشوف نحن نشوف ده بمد أرجع الرفرنس مصر نحن نشوف أحمد ساقا ولا أحمد عيز ولا أصطافا شعبان كريم العزيز دورا كلهم في الخمسين وفي نهاية الأربعينات وبنهاية الخمسينات ولكن بقي كي يعبوه جنب خمية كي ما كان قولوه بقي كي يعبوه الدور الأول علاش هينتش محابدين على راسهم إذا محد مرمو محد الممثل بقي عاطي عاطي أنه كي قدر يلعبوا حد السن معينة بقي كي يعبوه الدور الأول من لي ما كي بقاش يعطي هادك لهادك السن كي يعطي السن أخرى عفون كي دوز الأدوار أخرى دور الأب دور الأب ليس كي نين الدراما ما فيها شغير الجيون المجرد لديها الأب وفيها الأم وفيها المدير وفيها الكوميسير وفيها القاضي يعني كي بلصت جميع الأعمار سوف تكتبان كبير كان بلصة الجامعة الأعمى الآن إشكالينا نقول لك فين كينا أنا حاولت الرجاح لنفس هذا هي قلة الإنتاجات هو اللي ولت عندنا وحد غزارة الإنتاجات بالنسبة لقبل ولكن عدد الناس يشغلون ضمن مع الإنتاجات قليلة عاد زيد عليها كي تكرر أسماء أعمال كثيرة هذه التهية كتحب من فرصة على أن كل شيء يشتغل صور كان عرف أنا مثلا واحد المنتج منذ كورش اسم ديالو شخص طيب ومطيبوبة ديالو عندو هاد الهاجيس هذا يجيب الناس اللي ما كيخدموش فكتلقى بزمنه أن كل عمل كيجيب وحدين العمل الأخر يجيب وحدين أخرين العمل يجيب وحدين أخرين وفلوس وقتراد أخرين ما خدموش فمتيني ولكن ما غيسى ليش هو كيحاول كيدير من جدو صراحة ولكن الرغم ما غيسى ليش لأن أنا كيقلت لك الأعمال بقى قليلة بالنسبة لعدد ممثلين زيد عليها تكرار ممثلين في مجموعة من الأعمال زيد عليها اقتحام مجال تمثيل مجال تمثيل ضد هذه القضية أنا ما ضد ما معه أنا مع الكفاءة أوكي كنت متل مزيان دخول ما كنت متلش أعطي تسعة سواء عندك 14 مليون فلاورز سواء عندك 56 واحد أهم حاجة هو الكفاءة ولكن كعموما كعموما هذا القضية يكون عندنا في المغرب صراحة الله كينا كينا شوف مصر مسرين صراحة معرفت ولكن مثلا مزاف المؤتلين في مريكان ولا فرنسا اللي 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 ممثلين مائة دايما كيقول لك الاكسبسون كي كنفرم لغاك السيتنا مشي هو القاعدة أكيد ياك شوف شوف أنا كنت لك في مصر ما كي نشط ضاهرة دكو شوف مثلا ميك تقول لي في مريكان ولا ولا فرنسا شوف عدد الممثلين وشوف عدد انفلونسر يدخلوا لهم وأخطيني النسبة لا أكيد وشوف ليه النسبة نحن ولكن قد نقول غير حنت هذه البداية وش فهمت أنا معاك ولكن ما كشف أنها غير حنت هذه البداية بداية بداية دي أنه مهنة ممثل مشي ضروري غير حنت تقرأ المسرح لا أنا قلت لك من لول بأن كنضرع الكفاءة وي ماشي مكادرح أنا ضد فكرة حينتاش انفلونسر حينتاش ضدها أما مثلا أنا صاحبي جيب لي انفلونسر وفاش دخلي مثل واو بالعكس صاحبي بالعكس كسبناه ممثلة لممثلة جداد سوف تفرح صاحبي بينما سوف تفرح سوف تفرح سوف تفرح سوف تفرح كما قلت مؤثرين ولكن دخل مثل حينتاش عنده عدد معين من الفراوز هدي اللي ما كان هدي اللي تعافق معاك ولا كيرا كنت تفهم حانت في نهاية الماطف الفيلم منتوج وكأي منتوج خاص تدلي لإش هار رضان كنتم يأتي بلي ذاك الانفليونسر هل يجعل لك أنفل لول ديال إذا كنت فهم موقفهم ولكن عندهم الفكرة تطوير المنتوج هو أن نجيب لي كذو الناس اللي كتشوف في الانفليونسر يعني الأفكار كتشوف ولكن كما قلت كتشوف البلان ديال البيوت وصلنا قعد المرة في رمضان كانوا أعمال اللي كتشوف في مشاكل في التصوير ومشاكل في السيناريو خيالية يعني عائلة اللي ما عنده مشاكل وكتلقى تعودوا ديالسان وكتقول ديالسان على شمد يوره مهم أنا أقول لك أنا في المسلسل الدائري قدر سمعني كانوا في تم مشاكل لا أنا أقول لك كاين السيدي عندما كنت كتب السيناريو عندي واحد طريبة نفسية وعليجة نفسية ومشيت قلست مع أطباء نفسيين مع معالجين نفسيين وبقيت كنستفد منهم رغم دراسة العلم النفس ولا قلست معهم لأن الناس متخصصين وقدروا حساس هذا قلست معهم والطب النفسي ليس هو المعالج النفسي قلست معهم وعرفت أكثر لديك المجال أصولتهم هذا ما كان يعني من هذا وإذا أي حاجة رغم عند أطباء عندي واحد لوقيت كين واحد نص بعقاري كذا وكذا اتصلت بجوج المحامين أصدقاء ديالي سولتهم قلتهم فاد الحالة هذه إذا كان نص بعقاري هذا ما الناس متضرين ما سيقوم ما يمكن تحكم محكمة ما يمكن مفوض قضاء ديالك الدعوة كل شي خذيتهم عند أهل الاختصاص وهذا يترى أنه يكتب من رأسه ولا يكون متى ما ضاب الحاجة هنا يوقع المشكل أما أي حاجة تريد تريد عند أهل الاختصاص وما يخبروك بأب وتصدقني بعد هذو المحامين ولت لا ولت في الطب النفسي بجوج شكرون على القضية قل يا عطير كنا كنشوفه كوارث كدوز وكنقوله كيفش كيخليو هادش يدوز ومازال والله إلا عطي قالو يا بحلكة فهذا هو المشكل اللي كيدو لبش كتشوف ديك أغلط عكا كتوقع ورابعة المرة تنقدر المشاكل في الإخراج مشاكل في الصوير مشاكل في هذا فمعرف ما كتفهمش حاجة أخرى اللي يبط نعرفها هو حضر بعدها على التلفاز الراديو حضر عليه بسرعة الراديو مدام الراديو مرتبط بالديجيتال فلي عمر الراديو مرتبط بالديجيتال أكيد ده بقع البرامي جناجحة في الراديو كتتفرج فيها وكتسبعها كتتصور وكتدير يعني جانب ديجيتال وزانب فبالتالي عايش بهذا شي هذا يعني حتى تسويقيا هذا تمدي مداخيل عايش بهذا الراديو الآن التلفزيون التلفزيون وخا ما يبقاش نفس الواقع ديالو وخا ما يبقاش نفس المتابع ولكن الرا باقي رأتك غير حاجة بسيطة الأخبار أرى والله وخا معت فين يقرأ الناس الخابة أرى المصداقية وفي القناعة ديالهم الداخلية ديال فشك يشوفو الأخبار ديال التلفزيون رأى ما هي هي شوية صراحة ما بقاش ما بقاش بعدها بسيطة عند لجن البلاد ما فيهاش غير لجن أكيد أكيد وما فيهاش غير سكان كازار باط مراكش تنجا فاس أكيد وحنا نذهب الشعب المغربي ككل حاجة واحدة أخرى كي قلت لك الدراما الدراما معاق تلفازة اه تالت حاجة وهذه المهمة هو ارتباط تلفزيون توقف الديجيطال لأن سهراء ولا براميج ولا هادا يبدو مقاطع كي يصير كليو في الديجيطال فهذا يعيش هكذا فبقي اتصالهم مع بعضياتهم يعني باش نقول بأن نهاية تلفزيون إذا عقريبا لا ما قريب من بعض الله أعلى يعني في هذا العصر القريب لا سامعش عبدو وش الكاميرا ديشارجات وش مازال كانت بان ولا مازال كانت بان لزمان صافي هنتش قرب تنسالي صافي كونان والله المحدة شمعك رائعة سعادية ونت أروح والله ياتاك الخير باش ننسالي وني ثبت نعرف وش عندك كلمة كلمة آخرة كلمة آخرة شكرا وشيء آخر هو الله يجيب نفس سواب أمين أمين وشكرا لك تنزم شكرا لك والله للمحادي جاء أنت رائعة وشكرا للناس المزاك سمعين ونطلقوا في حلقة جديدة من الحلم المعربي ونصلا معكم